موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مالك وكتابة حلقة الليلة بيغيب عنا فيها الزميل الكبير العزيز المهندس عدل القيعي لسفره إلى كفر الزيات لتلقي العزاء في وفاة شقيقه الأستاذ حسين القيعي ربنا تغمده بواسع رحمته وبنشاطر كل آل القيعي يمكن دي صور حية من المراسم تلقي الواجب العزاء الآن في كفر الزيات بنشاطر المهندس عدل التعازي والمواساة وكل آل القيعي ربنا تغمده بواسع رحمته يا رب ويلهمه والأسرة الصبر والسلوان ويرجع لنا المهندس عدل في الحلقة اللي جاية إن شاء الله دي يمكن الناس كتيرا النهاردة كانت حريصة عنها تسافر لكفر الزيات في الغربية لتقديم واجب العزاء كانت النهاردة مراسم الدفن بعد صلاة الضهر ثم مراسم تلقي العزاء في صورادق العائلة في كفر الزيات الآن في أسرة آل القيعي بنشاطر المهندس عدل مرة تانية التعازي هو أسرة آل القيعي كلهم ربنا يا رب يتغمده بواسع رحمته ويجعل مسواه الجنة النهاردة كمان كان فيه مؤتمر صحفي مهم اتحاد الكرة عقد مؤتمر في أحد الفنادق الكبرى لتقديم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري وحسام البدري أعلن عن الجهاز المعاون ده الأستاذ عمر الجنيني رئيس اللجنة الموقعة لإدارة اتحاد الكرة والحياة كانت كلها كلمات فيها كتير من التفاول لمستقبل الكرة المصرية سواء في تأكيد الأستاذ عمر الجنيني على أنه الاتحاد لا يفكر بفكرة توازن ومش فكرة أن أنا بشكل جهاز للمنتخب فأجيب ناس من الأهل وناس من الزمالك عشان أحدث هذا التوازن الشكل قال لا ما بنفكرش بهذا المفهوم وعندنا من الفكر أننا نقدم فعلا عمل إصلاحي حقيقي يرتقي بكرة القدم كابتن حسام البدري تكلم من هو آخر شدد على مفهوم العدالة وقال أنه وصوله لتدريب منتخب مصر دي مسألة ذات قيمة كبيرة جدا في سل مساره المهني وقال أنه سعيد جدا بهذا الاختيار وأنه عنده طموح كبير يقدم حاجة للكرة المصرية قدم الجهاز المعاون معاه كابتن محمد بركات مديرا للكرة في المنتخب إن شاء الله في تجربة جديدة بركات بكل ما يملك من الخبرة والزكاء والعلاقات الواسعة الحقيقة إن شاء الله ينجز حاجة مهمة في ملف إدارة المنتخب الوطن مع كابتن حسام كمان اتنين مدربين عام كابتن أحمد أيوب وكابتن طارم الصفا ومعام مدرب مساعد الكابتن سيد معاوض ومدرب حراس مرمى كابتن أيمن طاهر وللياقة البدنية والتأهيل أنيس الشعلاني تشكيل جهاز بالكامل في توقيت مهم جدا نتمنى له بإذن الله كل التوفيق أيضاً مبارح كان في مؤتمر صحفي مهم مؤتمر تسويقي كمان في النادي الأهلي النادي الأهلي في كل مناسبة وفي كل مجال في كل مرة بيطرح حاجة مهمة للتأكيد على الريادة التسويقية للنادي الأهلي للتأكيد على القيمة الاقتصادية للنادي الأهلي كان الأهلي حريصة على إعلان إصدار الألبوم الرسمي للنادي فكرة أن أنت كنادي تحط تاريخك في صورة ده فكرة راقي جداً فكرة أن أنا أربط كل الأجيال من مشجيع النادي الأهلي بالصورة دي برضو فكرة كمان تسويقية عالية جيل الصغير اللي عنده عشر أو خمستاشر سنة ما شافش كل رموزه الكرة طبعاً اللي أمتعه الملاعب وأمتعه الجماهير وحققوا بطلاته على مدار كل العقود ده الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي اللي قال في كلمته أنه إنشاء أو إصدار الأهلي لهذا الألبوم يعتبر عمل تسويقي مهم جداً وطفرة في التطوير في الفكر التسويقي للنادي قال إنه الآن اللي بيحتل المركز 22 عالمياً من حيث الشعبية والجماهيرية وفقاً لتصنيف فرنس فوتبول ده مش كتير عليه إنه يكون عنده ألبوم واثنين وثلاثة ويفضل دايماً وأبداً بيقدم صورته في أفبها وأفضل صورة لجمهوره جمهوره من حقه يرتبط بصورة النادي من حقه يشوف صور النجوم من حقه دايماً وأبداً يحتفظ للأهلي في أقيم وأفخم صورة قال الضماطي إن إدارة التسويق من خلال إصدار هذا الألبوم حققت أول هدف من أهداف الأهلي المنشودة في هذا الصدد وإنه كان بيتمنى إن الألبوم أو بيتمنى بالفعل إن الألبوم يكون جسر للتواصل والارتباط بين الأجيال المختلفة من الجمهير مع النادي وتاريخه ومكانته الأستاذ محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي قال أيضاً في هذا المؤتمر إنه فكرة إصدار الألبوم الرسمي للنادي كانت من منطلق حرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتل محمود الخطيب على التواصل مع الجمهور وربط الجمهور بنادية وتذكير جمهيره عبر الأجيال بكل صور النجوم وكل عطاء النجوم علشان يبقى فعلاً كل الأجيال المترابطة مع بعضها وتحتفظ ضمن مقتنياتها بالأهل في أجمل وأبهى صورة قال إنه الأهل هيكون حريص على مزيد من تفعيل العلاقات بينه وبين جمهيره وده الفكر التسويقي المهم نادي عنده هذه القاعدة الجمهيرية الكبيرة نادي عنده هذا التأثير المجتمع الكبير لازم يكون عنده روافض التواصل مع الجمهور نتمنى إن شاء الله مزيد من التطوير في هذا الفكر لأنه وحشتنا حتى مدرجات الأهل وهي مليانة بالجمهير الأهلوية صحيح إنه الظروف دلوقتي ما بتسمحش إلا بحضور عدد محدود لكن حتى هذا العدد المحدود بمزيد من الالتزام بمزيد من الانضباط بمزيد من الحرص على النادي جمهور بيحب النادي لا شك في كده الجمهور بيضحي بالتأكيد لكن كمان الجمهور اللي بيروح الأستاذ بشيء من الانضباط وشيء من الالتزام أولاً هيحافظ للنادي على حقوق مش هيعرض النادي اللي هو بيحبه للغرمات وهيساعد على فرصة عودة المزيد من الجماهير للمدرجات فهو قرار مشترك نتمنى إن شاء الله إن احنا بمزيد من الانضباط ومزيد من الالتزام يكون عندنا عودة كاملة للمدرجات بما يليق بمكانته شعبية وجماهير النادي الأهلي على ذكر أيضاً نجوم النادي الأهلي نهاردة رجع من رحلة العلاج القصيرة في ألمانيا مؤمن زكريا نجم الأهلي مؤمن كان سافر لألمانيا عشان يعرض نفسه على أحد الأخصائيين الكبار في الظروف المرضية اللي هو بيمر بها يمكن دي صورة مؤمن وهو في النادي النهاردة جي من المطار روح على البيت غير هدومه وجي على النادي مباشرة والتقى الكابتن محمود الخطيب عشان يطمئنه على ما تم في الرحلة العلاجية القصيرة وعلى التشخيص اللي تم بالنسبة لمرضه وعلى البرنامج اللي هيمشي عليه الفترة اللي جاية النادي الأهلي عنده حرص شديد جداً على توفير أفضل علاج لمؤمن بأسرع وقت ممكن عند أكبر طباء العالم وأعتقد عشان بس لأنه ده ظرف إنساني كمان ظرف إنساني بيربط النادي الأهلي بواحد من ولاده فالمسألة مش محتاجة أي مزايدات ولا تسمح بأي تزايد في منطقة مفترض محدش يتكلم فيها بتزايد دي ظروف مرضية لواحد من أبناء النادي عمره من نادي الأهلي لا أثر ولا هيأثر مع حد من ولاده ومحبيه ولا حتى مع جماهيره فالناس اللي طلعت قالت الأهلي ما تحركش وما صفرش مؤمن إلا لما احنا تكلمنا الأهلي ما تحركش وصفر مؤمن إلا لما مؤمن طلع في التلفزيون وقال مشكلته وقال 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 وإن الأهلي كان مهمله يا جماعة مؤمن لما طلع مع الزميل مهيب عبدالهادي لما سؤل وكان أول مرة الناس تعرف إنه مؤمن عنده مشكلة لكن كان مسؤولي النادي الأهلي عارفين بالمشكلة كابتن سادعب حفيز كان متابع بتكليف من الكابتن محمود الخطيب أولا بأول وكان فيه حرص على التواصل مع مؤمن صحيح إن اللعبة ما تكلمتش لأنه احترم وراغبة مؤمن إن الأمور تبقى فيه إطار دايق شوية لكن مؤمن لما تكلم مع مهيب عبدالهادي الناس اللي قالت الأهلي ما صفرهوش إلا لما اشتكى ولأهلي ما صفرهوش إلا لما حد تاني قال لك مستعدين لعلاجه لأ مؤمن لما قال لمهيب عبدالهادي قال له أنا مسافر إمتى بالضبط؟ نفكركم باللي قاله مؤمن زكريا مع مهيب عبدالهادي هنسافر ألمانيا يوم عشرين إن شاء الله بيزي هتقعد بقى هناك فترة كبيرة لا لا ما حددش المدة حسب بقى التشخيص والكشف وتعييل وكلها وتعييل والكلام دوت مستمر بقى إن شاء الله الدكاترة بقى أول ما اللي حددوا مدى إصابتك ورجوعك إن شاء الله لكن إصابتك مش إصابة اللي هي بعد الشهر طبعا تخليك تعتزر كشف لا لا مش الأوفر لا هتزيل يعني ملسة صغير آه مش الأوفر لا 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 أطمن طبعا بطمك وبطمن الجمهور الحمد لله يعني وقت صعب نوع عد علي بس إن شاء الله خير يعني بإذن الله وقت صعب عد ومش عارف الظروف بين والصابة حجمية والدنيا مش هزاي بس إن شاء الله يعني أنا مسافر بإذن الله يوم عشرين آه وعرف بالخلاة إن شاء الله يعني إصابة نفسها وتعديد العودة بإذن الله مسافر ألمانيا إن شاء الله يعني هو مؤمن بنفسه يوم 12 سبتمبر لما استضافه مهيب عبدالهادي قال له أنا مسافر يوم عشرين لألمانيا يعني الأهلي ما صفرهوش عشان مين يتكلم والأهلي ما صفرهوش عشان الإعلام سأل والأهلي كان متجاهله ونسيه لا مؤمن لما تكلم تكلم إنه محجوز له وحيسافر يوم عشرين لألمانيا فأنا أتمنى إن الناس ترعي الحالات الإنسانية والظروف الإنسانية اللي هي المفترض ما تكونش مجال لمزايدات رخيصة شوية الأهلي لا عمره ممكن يبخل عن واحد من ولاده ولا حتى من جماهيره وشفته أي حد من مشجيع النادي الأهلي بمجرد ما قيادات النادي بتعلم بهذا الظرف محدش بيتأخر سواء ما يعلن أو لا يعلن وأغلبه لا يعلن طبعا فخلينا دايماً وأبداً وقفين في المنطقة الصحة النادي الأهلي النهاردة قد مرانو في ملعب مختار التيتش عشان يسافر الإسكندرية بكراً إن شاء الله بكراً جمعة الفرقة هتسافر تبيت في الإسكندرية استعداداً لمباراة السبت الأهلي هي لاعب كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية دي مباراة العودة في دور الاثنين وثلاثين اللي ممكن من خلالها إن شاء الله الأهلي يدخل دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا البطولة الحلم اللي طال غيابها على الأهلي طال غيابك ليه يا آسي لأنه الحقيقة الأهلي قرب كتير من قلب الأميرة السمراء وكل مرة تحدث ظروف مخالفة جداً ولا يتمكن الأهلي من استياد هذه الأميرة فنتمنى هذه البطولة في هذا العام يكون فيه من التركيز ما يكفي لتفادي كل الأخطاء اللي حدثت في المرات الأخيرة ومعظمها كان بيبقى في المباراة النهائية ريني فييلر المدير الفني بعد هذا المران اللي حضراتكم شايفين جانب منه اختار القايمة اللي سافرت للإسكندرية محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي في حراسة المرمة خد للأطراف أحمد فاتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد استبعد علي معلول يعني محمود وحيد عنده فرصة للمشاركة أساسية خد في السردبكات أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخد في الهاف ديفندرز ألو ديانج وحسام عشور وحمد فاتحي وعمر السولية خد في التلت الهجومي مجد أفشا ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجاييه وخد للفرود وليد أزارو وصلاح محسن وليد أزارو المهاجم المغربي الكبير بيعود بعد غياب طويل للإصابة نتمنى له إن شاء الله التوفيق علشان حتى حالة عدم التوفيق في إحراز الأهداف أو استغلال الفرص اللي لمت وليد أزارو خلت الناس تبقى كتير قلانة شوية مع شيء من الهدوء مع شيء من إن الضغط النفسي والمعنوي والجمهيري والضغوط الإعلامية كمان تقل شوية نتمنى إن وليد أزارو كمهاجم كبير وكهداف خطير يستعيد قدراته التهدفية إن شاء الله خرج من هذه القايمة للإصابة مروان محسن اللي حضراتكم تابعته جريت ليه جراحة لعلاج كسر في عظمة الوش هيغيب خمس أسابيع ومحمود متولى عنده مزقف العضلة الخلفية كمان هيغيب خمس أسابيع يعني الاتنين متولوا مروان خمس أسابيع قادي الناس اللي كان بتتكلم على الزحم وقادي الناس اللي بتتكلم على الأهلي عنده لعيبة كتيرة والأهلي هيحشد لعيبة وهيجرش لعيبة بتشوفوا مباراة واحدة بدأ بها الموسم اتعور اتنين كل واحد فيهم هيعود له شهر ونص ربط كلام ولسه ما بدأناش خرج برضو لأسباب فنية أو للإراحة علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو العميد محمد مرجان المدير التنفيذي قال انه الترتيبات كلها جاهزة ان شاء الله لاستقبال الجماهير انتم عارفين انه القرار الامني بيسمح بحضور خمس تلاف مشجع فقط لهذه المباراة وزي ما قالتلكم بشيء من الانضباط بمزيد من الالتزام بإذن الله الخمس تلاف في المباراة التالية هتزيد وترجع الجميل الناس كلها عندها هذه الرغبة والإرادة موجودة بس مش عايزين كل ما نتقدم خطوة في هذا الملف تحدث الظروف ونتراجع خطوات تانية لا قلية توزيع التذاكر قلية ضمان حصول المشجع على تذكرته بشكل كريم ولائق المسألة ماشي بشكل جيد جدا فنتمنى إن شاء الله إنه بمزيد من الانضباط والالتزام نأمل إن شاء الله إن الساعة تزيد في الفترة اللي جاية المباراة هيديرها تقم تحكيم من بوتسوانا وصل للقاهرة بالفعل مساء اليوم والمرائب هيكون من أسيوبيا ده يمكن ما يتعلق بترتيبات هذه المباراة اللي الأهلي لو حضراتكم فاكرين طبعا فاز في مباراة الزهاب في ملابه 2-0 يعني الأهلي مش حط رجل في دور المجموعات تقريبا حط رجل أكتر شوية لكن الهدف اللي الأهلي بيسعاله في هذه البطولة أو من هذه الأدوار استعادة هيبة البطل أنا لما بلعب برى الأرض بلعب بهدف المكسب وده ظهر في المباراة الأولى وكانت الأول مباراة لريني فيلر يقدم ناسه فيها للجماهير فاز بهدفي صلاح محسن ووليد سليمان عشان يبرهن الأهلي على أنه لا الأهلي جاي بقوة جاي بتركيز جاي بإصرار على أنه السنة دي حقق هذه البطولة بإذن الله تعال فمزيد من التركيز ومزيد من الجدية ومزيد من الحرص على شخصية البطل شخصية البطل اللي بيدعمها هذا الفريق من مباراة لأخرى هي دي اللي بتخلق الهيبة هي دي اللي بتطمن الجمهور هي اللي دي اللي بترفع حتى القدرات النفسية والمعنوية عند اللعبة أن أنا بلعب في أي مكان مع أي فريق في أي دور بهدف المكسب برى جوه المفترض الأمر يستوي عندي فإن شاء الله مع هذه الروح ومع هذا الحرص على تقديم شخصية الآلي شايفين اللعبة بعد مساجلة الهدف التاني الكل بيحتفل تضامناً وتدعيماً لمؤمن زكرياً يعني حتى زميله باستمرار حرصين على دعمه نفسياً وبقوة على ذكر الكرة وذكر أيضاً اللاعبين الشيخ طه اسماعيل واحد من رموز الكرة الأهلوية الكبار واحد من نجوم الزمن الجميل قوي واحد من العصر جيل الستينات بكل العبقرة اللي فيه وواحد من كبار المحللين أو شيخ المحللين الكرويين دلوقتي عضو أو رئيس لجنة المتابعة والتخطيط لكرة القدم في النادي قدم اعتذاره لكابت المحمود الخطيب رئيس النادي عن عدم الاستمرار في اللجنة الحياة الشيخ طه أثر هذه اللجنة بفكر كبير جداً الكل بيذكر له أنه حتى في مؤتمر تقديم ريني فيلر أجل دخوله للمستشفى لإجراء جراحة في مفصل الفخز علشان يتم إجراءات التعاقد مع المدرب الأجنبي ويكون حاضر لكل اجتماعات لجنة الكرة علشان يستقر الأهل على اختيار ريني فيلر وكان حريص الشيخ طه على حضور المؤتمر والترحيب بالمدرب الأجنبي وتقديمه الوسائل الإعلام والحديث عنه بكل ما يدعمه لكن هي ايه الفكرة؟ كبيرة جداً عنده عقد مع القناة الفضائية اللي بيحلل فيها فيه واحد من السوابة الإدارية كنحية تنظيمية في النادي الآلي أنه لما يكون فيه مسؤول في النادي في قطاع الكرة عمتها سواء الشكل التنفيذي الشكل التخطيطي الشكل الفن الشكل الإداري مدرب عضو لجنة رئيس لجنة إداري مدير كرة ما ينفعش يعمل في عمل إعلامي من شأنه تحليل الفريق وهقول لكم ليه المسألة لا هي فيها لا تزيد ولا فيها نوع برضو من التعنت بالعكس لو أي حد يفكر فيها بمنطق إداري بسيط جداً هيدرك قد إيه الأهلي بهذا القرار قرار سليم 100% من الناحية المهنية أولاً القرار قديم من أيام مجلس الكابتن حسن حندي وتم إنفازه وقتها وفيه مدربين مشوا من قطاع النشئين وقتها لأنه فضلوا العمل الإعلامي وكانت فلسفة القرار إيه عشان تكون واضحة للجمهور هل ينفع إن أنا لو عندي مدرب في قطاع النشئين يطلع يحل المباراة طبعاً هيحللها من وجهة نظر الفنية من الوارد جداً إنه مدرب الدرجة الأولى الخواجة اللي موجود أو أي حد موجود كمدير فني للفريق الأول يكون عنده أخطاء هل من المقبول إدارياً حد في قطاع النشئين مدرب يحلل ويتعرض بالتحليل وربما النقد لأداء المدير الفني للفريق الأول طيب حتقول إيه للعيبة بتاعتك اللي أنت بيتمرانهم اللي حيطلعوا يتمرانهم مع الراجل ما أنت مبدئياً سجلت ملاحظاتك عليه وأنت من الناحية النقدية لكل الحق في أن أنت تهاجم أو تنتقده أو تقول فيه وجهات نظرك الفنية بس الأمر لا يلتسخ من الناحية المهنية والإدارية أن أنت تهاجم وتنتقده وربما تقلل من شغله ثم تطلع لعيبة تروح تلعب معاه وعايزهم يطيعوا الراجل اللي فوق أو يسمعوا كلامه أو يقتنعوا بواجهات نظره المسألة مهزوزة طيب لو أنت رحت عكست المسألة وبدأت تجامل بلاش أن أنت تنتقده بلاش أن أنت تجرح لا أنت تجامل بحكم أن أنت شغال في الناد مش ده على حساب الأمانة المهنية بتاعتك بالتأكيد في الحال تنفي خلال فيما يخص لجنة الكرة الشيخ طه هو نفس الراجل هو اللي استشعر هذا التعارض أنه بيطلع يحل للمدير الفني اللي هو صاحب القرار في تعيينه في اختياره طب أنا هسجل ملاحظات عليه ما أنا كده بقول للناس اختياره كان غلط أو العكس أنا حشيت به فالناس هتستعب الكلام بمنطق مجروح ما أنت اللي جبته في الحالتين في مشكلة سواء انت قدت أو أشدت فتحرير المسؤول من هذا الحرج بيبقى يا إما الشيخ طه أو أي محل الكبير طبعا يستمر في القناة اللي بيعمل فيها بعيدا عن مباريات الأهلي عشان يبعد عن منطقة الحرج ديت أو ما فيش حل تاني الشيخ طه قال إن أنا حاولت كتير مع مسؤول القناة اللي أنا متعاقد معها ومرتبط معها بعقد إن أنا ألاقي حل وسط يبعدني عن هذا الحرج اللي بحترم فيه قرار النادي ما أمكانش كابت الخطيب وجهه له الشكر وتنان والتأدير الكبير جدا والشيخ طه الحقيقة بروح الأهلاوي الكبير قال إنه قال إنه قال إنه أنا تحت أمر النادي الأهلي دايما وإنه هكون سعيد جدا إنه أتواصل مع اللجنة إنه أقول أي رأي يطلب مني إنه الأهلي دا بيتي دا مكاني دا صاحب الفضل الكبير على كل ولاده فأي وقت هقدم أي رأي يخدم النادي الأهلي لن أتأخر عنه أبدا حتى بدون أي ارتباطات إدارية عملية رسمية لكنه العلاقة لا تنتهي ومش محتاجة لا قرار ولا تعيين ولاد الأهلي دايما وأبدا للحياة اللي بيطلب منه من الكبير زي الصغير اللي بيطلب منه حاجة في أي وقت ما بيتأخرش كل التوفيل للشيخ طه وبنقول له ألف الحمدل على السلامة من ظروف العلاجية اللي زي ما أقول لكم تحامل على نفسه وأجل دخوله للمستشفى عشان يعمل جراحة في الرجبة لغاية لما أنهى ملف المدرب الأجنبي اللي هو سعيد به الحياة كل ما تسمع رأي الشيخ طه في ريني فيلر تشعر أنه سعيد بهذا الاختيار لأنه لما تكلم في المؤتمر الصحفي وقتها قال إن احنا عندنا فلسفة مختلفة أتمنى الناس تراعيها وتاخد بالها منه إحنا عايزين مدرب يشتغل بإيده حتى التعبير قاله كده يشتغل بإيده عندنا لعيبة كتيرة صعدة لعيبة كتيرة جاية للنادي من بره لعيبة عندها بعض النواقص الفنية تاكتيكيا محتاجة شغل في الملعب فقال إحنا كنا حرصين في الاختيار إن احنا نجيب مدرب صنايعي يشتغل بإيده بحيث يبدأ يعلم ويبدأ يعالج وأعتقد بصمة فيلر بتدان من مباراة لأخرى لكنه مزيد من الوقت مزيد من الدعم مزيد من الصبر هيكون مزيد من الاطمئنان إن شاء الله ألف مبروك لأبطال الأهل في تنس الطاولة الحياة فازوا ببطولة الجمهورية مش جديدة ومش كبيرة ومش غريبة يعني يأهل يفوز ببطولة الجمهورية الأهل بيفوز ببطولة أفريقيا لكن الحياة فوز الأهل ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة هذه المرة لها دلالات مختلفة شوية مفاجآت كبيرة الكابتن أشرف عفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة في النادي قال إنه سعيد جدا بفوز رجال وسيدات أو أنسات الأهلي بالمركز الأول في بطولة الجمهورية اللي أقيمت في ملاعب النادي في مدينة نصر أو في نادي مدينة نصر لعدة أسباب أولا كان روح عالية جدا وده مش جديد محمد عادل شومان لعب النادي الأهلي فاس في المباراة النهائية على مين؟ أحمد صالح لعب الزمالك الكبير واحد مصنف أول في البطولة واحد من الأبطال الدوليين الكبار فإنه محمد شومان يفوز على أحمد صالح ده اطمئنان أو تطمين على مستقبل تنس الطاولة في الأهلي بس العملية ما وقفتش عند كده تنس الطاولة في الأهلي الترابيزة واللادة باستمرار بتقدم نجوم وواهب وتواصل للأجال فيها الحياة في اللعبة دي بالذات بطمئن جدا مسؤولي النشاط الرياضي في النادي لأنه كابتن أشرف عن فتاح قال كمان أنه كانت مفاجأة البطولة هانا جودة هانا جودة ناشاء عندها 12 سنة انتم متخيلين لعبة في هذا السن المبكر جدا تشارك وتنافس على مستوى الفريق الأول وتفوز على لعبة نادي الزمالك الكبيرة صاحبة الخبرة الكبيرة فرح عبد العزيز 3-0 ده اللي خل البطولة لها هذه الأهمية أنه من خلالها الأهلي بيقدم وجوه جديدة بتكسب أبطال كبار عشان يأكدوا على أنه مستقبل تنس الطاولة في النادي ماشي بشكل جيد وشفتوا جيل وراجيل المسألة بتطمئن جدا ألف مبروك للعب والعبات تنس الطاولة في الأهلي أيضا من الوفاء والتأدير الحقيقة رأي المدرب في مدرب شفنا جهاز الفني للمنتخب شفنا العلاقة اللي بينهم الكويسة الناس كتيرة كان بتتكلم أنه من المحتمل يكون الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي في الجهاز السابق يكون موجود لأنه كان ضمن جهاز الكابتن حسام البدري لفترات طويلة جدا لكن لسبب أو لآخر اتحاد الكورة مع الكابتن حسام البدري استقر على الكابتن أيمن طاهر بنتمنى له كل التوفيق كل التوفيق لجهاز المنتخب للنادي الآلي لكن قلت قلت لكم أنه عودة الجمهور مهمة جدا بكرة الأهلي بيبيت في الإسكندرية كلعبين لكنه ترتبات مباراة السابق وحضور الجماهير التذاكر هيكون ماشي ازاي الجمهور اللي هيحضر الظروف ماشي ازاي معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي سابت العميد أهلا بيك مساء الخير يا سبراهيم إزاي حضرتك فندم الله يخليك تحياتي وموفق دايما ربنا يخلي حضرتك فندم ربنا يخليك الموفق الأمنية على مباراة السابق خمس تلاف برضو مش كده؟ آه تمام خمس تلاف وبرج العرب إن شاء الله ساعة ثمانية برج العرب ساعة ثمانية المباراة تنقلت مرتين تالي كانت في السلام المفروض كان مفروض في السلام وكان في خطوات كدية فعلا كل المباراة هتتعامل في القاهرة تواقل أهلي الزمالك بيتروسبورك الأهلي في السلام ولكن طبعا إحنا شايفين ظروف طبعا يعني أمن ولدنا وأمن بلدنا أهم من أي شيء وإحنا بنتعاون وكل الهيئات والأمنية بتتعاون مع الأمن عشان خطر سلامة الجماهير أهم من أي شيء فالحمد لله إحنا نقلنا برج العرب فعلا أمن نقل برج العرب وعلى طور طبعا إحنا خدنا كل الإجراءات وتعملت مجموعة الأمنية مبارح والجموع خمس ثلاث إن شاء الله وإحنا فتحنا السيستم الحاجز الجماهير النادي الأهلي والحاجز متمر وإن شاء الله التذكر بكرة هيتسموها عن طريق المنافذ على مستوى المحافظات إن شاء الله وفي منافذ برضو لأعضاء جمال عمية داخل النادي وربنا وفق إن شاء الله بإذن الله يعني بكرة تبقى مطروحة لأعضاء النادي في مقرات النادي هو من النهاردة بالفعل موجودة في مقرات النادي الثلاثة وبرضو بالفعل على السيسم شغال من مبارح في الحقوزات شغالة على السيسم الحاجز هنقتله النهاردة وهيقتله يستلموها فعليا من المنافذ اللي موجودة على مستوى المحافظات إن شاء الله كل واحد حتب محاجز من أي منفذ في أي تعليمات مختلفة في أي ظروف استثنائية لا نفس التعليمات أنا بس إحنا برضو هنبدل نناشد ولادنا والناشد شبابنا والناشد يعني شبابنا المتحمس اللي بيجي يشجع لدينا شفنا مباراة الأهل والزمالك كان ده أول مباراة تقام على يعني في مصر بغمهور من 2014 وكانت مباراة رائعة كان فيه خروج على النص في إطار الابكورة وفي إطار المسموح بين الفريقين ولكن في الآخر هناك غرامات بتوقع غرامات مالية بتوقع لازم الجماهير النهاردة الجماهير اللي بتحب ناديها النهاردة هذه المباراة بتكلف النادي مبالغ مالية صائلة يعني مبالغ صائلة جدا لازم النهاردة يبقى فيه إرادات لأنك انت بالطالب النادي يجيب أعلى صفقات بالطالب النادي على مستوى الألعاب كلها يجيب صفقات قوية أجهزة فنية قوية كل دي محتاجة مطلقات لازم النهاردة الجمهور بقى نتنقل خطأ حداك بتعمله إدارة النادي هي اللي بتتحمل هذا الخطأ صحيح هي النهاردة عشان بس فيه برضو على سوشها الميديا بقت خلاص الناس بتاخدها ده موضوع يعني قصدار أو قصد لا لو ده النهاردة إحنا شركة سواء جمهور إدارة جماعة عمية إحنا شركة في هذا الموضوع كل مبليم احنا بنسفعه غرامة ده بيكلف النادي أي مباراة احنا بننظامها بتكلفنا مش أقل من خمسمائة ستونيت ألف جنيه تأمين لحجز ملعب لتدريب لحجز فنادق لإقاماء كل دي مصروفات كمان النهاردة الزيادة بنسفعها الخسائر اللي بتحفظ على المنشئة اللي انت داخل فيها لأننا بحاسب عليه احنا بنناشي الجماهيرنا احنا عايزين نغير الشكل العام لجمهورنا عايزين دايما ننديل أهلي صباط يعني احنا بنقول نحنا كتير النهاردة الشاملوخ ده خمسين ألف جنيه غرامة الخروج عن النطر خمسين ألف جنيه غرامة يعني بتشجع أو بتخش بره تشجيعك النهاردة فيه تلتمائة وخمسين أو ربعمائة ألف جنيه غرامات موقع على النبيين تكلفة المباراة نفسها فلازم بقى النهاردة أولادنا متحمسين يبقى عندهم وعي بهذا الكلام فينتشريك معايا أساسي في هذا الموضوع بتطلبني الصفقات بتطلبني اللي أنا أجيب أحسن صفقات ودين النهاردة شايفين يعني الأسعار اختلفة تمامة لا أركبتنا عادل القياة موجود لا الأسعار اختلفة تمامة صحيح كل النهاردة لازم عشان تدعم في القيسك حافظ كمان على موارد ندي صحيح أهم حاجة بالنسبة صحيح ملافذ الدخول بوابات الدخول كلها متاحة للجمهور آه إن شاء الله بإذن الله وتبقى مباراة بإذن الله جيدة وإن شاء الله بإذن الله في إثنة تقدم عرض جيدة إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الآلي وقال وعاد وبنكرر ونزيد يا جماعة الجمهور هو صاحب قرار العودة الكبيرة سدقوني مزيد من الالتزام محدش هادر يتأخر مزيد من الالتزام هيثبت إن حق الجمهور في العودة الكبيرة طبيعي ومشروع وما يزعجش وما يلقش أي حد خدتوا بالكوا الأهل بيتكلف كان في المباراة الوحدة من خمسمائة لستمائة ألف جنيه حجز ملاعب حجز الملعب حجز الفندق الانتقالات فتيجي كمان تلاقي بعد مباراة واحدة أهل وزمالك في الصبر الغرامات شفتوها قد إيه بسبب كتير من الخروجات بهذا الشكل أنت ما عندكش مبرر إنك تغلط لأنه عندك الإيجابي لو أنت ما عندكش فريق كويس لو ما عندكش نجوم بتحبهم لو ما عندكش نادي بيسعدك هقول معذور مش لاقي حاجة تعملها فبتشتم فبتغضب لكن أنت متخيل لما الطاقة دي تتحول لطاقة إيجابية لدعم الفريق تأثيرها هيبقى عامل إزاي تشجيعك لما يوجه لحسن الشحات والوليد أزاره والأفشة وكل النجوم في الملعب شوف أنت هتساهم في رفع مستواهم وإسعدهم عشان يسعدوك ويحققوا البطولات والانتصارات إزاي فأنت عندك من الإيجاب ما يكفي عندك من النجوم ما يكفي ويزيد عشان توجه لهم كل الطاقة الإيجابية دي أنت رايح عشان تستمتع ورايح بالأساس لأنك بتحب الأهلي طيب بتحب الأهلي مفترض تكون حريصة أنت ما تغرمهوش ما تحرجهوش ما تحرجهوش بمعنى أنت ما تحطش إدارته دايماً وأبداً تحت ضغط الاتصالات والمحاولات وعودة الجمهور سهل المسألة لنفسك أولاً حافظ على أرواح الناس اللي في الملعب لأنه ما أنت بتشتم فالآخر بيرد أنت بتغلط فالتاني بيرد فبيزيد الاحتقام فتوصل الأمور مدى للأسف لما وصلت إليه كانت المسألة قاسية جداً علينا كلنا فنتمنى إن شاء الله عدم الاندساس عدم السماح بأي خروجات عدم تسيس المدرجات لأن دي برضو كانت ظاهرة غريبة جداً على الملعب المصرية جبعة ده ملعب كورة ده جمهور كورة أهدافه كورة إن حد ياخده في سكة تانية لا اللي بيدفع التمن الجمهور بيدفع التمن الغالي كمان فأنا أتمنى مزيد من الوعي مزيد من الحرص مزيد من العمل على إن أنا أحافظ للأهل على حقوقه مش ألحق الضرر بالأهل بأي شكل من الأشكال قلتلكوا بالنسبة لطرق سليمان كان فيه كلام كتير إن هو يروح ضمن جهاز الكابتن حسام البدري لكن تم اختيار الكابتن أيمن طاهر حسام طرق سليمان في قناة تايم سبورت اتكلم عن رأيه في كل المدربين اللي تعامل معهم الحقيقة طرق سليمان واحد من مدربين الحراس الأكفاء جداً قدم تجارب هيلة جداً مع الكابتن حسام البدري سواء مع الناد الأهلي أو مع المريخ السوداني تنقل معاه في أكتر من جهاز وعمل في الناد الأهلي مع كتير من المدربين وفي كل واحد منهم نال طرق سليمان ثقة المدير الفني نشوف طرق سليمان رأيه في الناس اللي اشتغل معاهم إيه السئلة سريعة جداً جداً أنا قدامي حوالي دقيقتين طيب ماشي هقولك اسم المدرب تقولي مستو فأول فرق ما بينه ما بين البعادي والقابلي كابتن حسام البدري كنت لسه أقولك هستأذينك بقى يعني من غير بيتقول لي ايه تاني اسم المدرب هتقول لي أكتر حاجة ميزته أو فطرته بالنسبة لك كنت شايفها إزاي دول الناس اللي انت اشتغلت معاهم كابتن حسام يعني زاكي جداً كابتن محمد يوسف هادي جداً يعني هادي جداً في تعامله مع يعني أعراضين كابتن فاتحي مبروك كابتن فاتحي مبروك يعني مدرب المراحل الصعبة اللي مرت على النادي الأهلي تعامل معها فيها كويس بشكل كويس جداً جداً وخدسها بطولات مستر جريدو جريدو كان مشكلته هو طبعاً مدرب يعني بيحب يلعب كورة ومدرب تاكتكان عالي ولكن كان مشكلته بس شوية أنه هو كان يعني بسوات شوية بسوات يعني مهتز يعني في قراءه لا يعني كان متردد السقة عنده ما بيصقش بحد بسهولة آه ما بيصقش بحد بسهولة آه آه مش سهلة خالص يعني طيب كابتن زيزو كابتن زيزو برضو نفس اللي بنطبق على كابتن فاتحي آه آه برضو فترات صعبة دايماً بيمسك في مراحل صعبة وكان بينجح فيها يعني بسيرو بسيرو أنا بيعتبره من أفضل المدرب الأجانب اللي تعاملت معه والله آه طبعا من أفضل المدرب الأجانب اللي تعاملت معه يعني بالنسبة لك لو كنكمل كان يبقى مفيد آه طبعاً كان مدرب آه ممتاز ممتاز بس للفترة كانت قولايلة كانت مين مارتين يورد مارتين يورد كان فنياً عالي قوي فنياً عالي جداً إنما مشكلته هو ما كانش اتفاجئ بالضغوط اللي عدت عليه لما بدأت النتاج مش خويسة فحتى هو كانش مستوعب هو قال جملة قال جملة يعني فهمت منه طبعاً إنه بقول أنا أنا اشتغلت كتير جداً في إنجلترا وفي أندية كتير في هولندا بس أول مرة أشوف نادي بلعب على نتيجة دايماً أنا في أي فرقة بروحها بلعب على نتيجة تكسارة ومكسب وتعادل في النادي الأهل اللي ما شوفتش كيف حياتي فرقة بتلعب على الجمهور والمنظومة كلها بتلعب على المكسب بس ما دي مشوفتاش في أي حتى في العالم يعني لسارتي لسارتي مدرب يعني بيحب شغله قوي 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 وبيبتهت جداً 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 تنجح بقى يعني تصيب تقط دي دي بتحصل لما هو بيحب شغله قوي يعني شوفنا كابتن طارق وهو بيلخص رأيه في عدد كبير من المدربية وده يعكس حجم التجربة والخبرة اللي خادها من خلال هذا العمل بنقدم له كل التحية بعد فترة عمل هيلة جداً الحياة مع النادي الأهلي ومؤكد إن النادي الأهلي بيته وفي أي وقت بإذن الله يرجع طارق سليمان يسري حراسة المرمى في النادي الأهلي بفكره وبخبراته زي النهاردة وزي ما بقول لكم دايماً زي أي نهاردة كانت فرصة لفرحة أهلوية الأهلي فاز على الزمالك 3-0 في 26 سبتمبر 93 كانت في دوري 93-94 سجلهم إبراهيم حسن ومحمد عبد الجليل ومحمد يوسف نفكركم بيهم محمد عبد الجليل إبراهيم مرة تانية على حدود المنطقة ويجرب إبراهيم ويشطها والإبراهيم حسن والإبراهيم حسن محمد رمضان في اليمين عيمان شوئي ها بنشوفه مرة تانية هاو ماشي هاو بنشوف عدى وفاق لسامي الشيشيني وبلعب نكل الشبان كويس هاو من النسابة المحفوية في الزاوية البعيدة رمضان وبيعملها أوبر وعبد الجليل عبد الجليل جملة مرسومة هذا بمرسوم جدا في ديها سرعة و تركين ها نشوف مرة تانية عكس التباون لها تانية 3-0 طيب دي كانت سلسات الأهلي اللي الغريب جدا يعني إبراهيم حسن انتقل للزمالك بعد كده عبد الجليل انتقل للزمالك بعد كده أيضا وبقي محمد يوسف هو اللي منتقلش كل التوفيه دايما وأبدا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل يحلو الكلام يحلو الكلام مع ناقد رياضي موسوعي كبير مع إحصائي كبير مع معلق رياضي مع حد يقوله عليه كل الأوصاف لأنه صاحب بلين كداب لكن صاحب سبعة الدكتور طاري الأدور وكلام مهم جدا في الكرة بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد قلتلكوا قبل الفاصل يحلو الكلام لأن الحقيقة الرؤية الموضوعية العلمية في النقد الرياضي أوليلا والرؤية الإحصائية المعلوماتية الدقيقة أوليلا قوي فلما يجتمع قدر كافي من الرؤية الموضوعية مع الجانب المعلوماتي مع رصانة الكلام مع مسؤوليته لأن نبقى قدام حالة نقدية يستحقها الدكتور طاري الأدور دكتور أهلا بيك أهلا بيك يا سيد برهيمة يعني مش قوي كده وحشني وأستمتع وأنا بسمعك حد والله يا الله وأنت وحشني جدا طبعا وتعرف عشرة عمر طبعا وفي بلاط صاحبة الجلالة ومن زمان وإحنا بنتناقش في قضايا كبيرة ومرت بينا أيام وأيام من النقاش في قضايا عديدة صحيح صاحبة الجلالة أخبر هي معك يعني أنت أصل أنا قلت قبل الفاصل أنت صاحب السبعة مش صاحب البلين يعني يا جماعة الدكتور طاري الأدور طبيب ممارس وقت دكتوراه فشجال على المستوى المهن والطب يعني أي حد فيكو عيان تعبان الدكتور طاري باطنة مش كده آه مصدور فمشاء الله في الجانب العلمي المتخصص فيه حدث ولا حرج معلق رياضي كلكم بتستمتعوا بتعليقاته وبتحليلاته وبرؤيته صحفي عضو نقابة الصحفيين نائب رئيس تحليل جارية الجمهورية طب دي الكورة بس هتلاقيه كمان في الكورة الطائرة عضو اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي أنا مش عايز أقر بس لا أعتقد كفاءة موسوعية تستحق على التحية لا بس هقول لك هو الموضوع أن أنت في الميديا ويمكن إحنا تعلمنا زمان وبأسف أن أنا أقول للوقت الصحفيين جداً مش عايزين يتعلموا اللي هو إيه أن أنت لازم تبقى تعرف كل الرياضات تفهم أن ده ماشي إزاي وده ماشي إزاي وأن أنت تبقى عارف مثلاً لو كانت دي مجسابة ترفع أسقال إيه إيه نظامها وإيه الحكاية بتاعتها وإيه الأبطال دول بيعملوا إيه أنك لو كانت تايكوندو تبقى عارف جودو تبقى عارف طائرة تبقى عارف يد تبقى عارف بدي تبقى مهمة أن أنت كصحفي فاكر إحنا زمان مجلنا منلتقل مجلنا منتناقش حتى في اللعبات التانية صحيح مش فكورت قدم بسكت فاكر كلمة جولات في البسكت أيها من لوحة سنو الأمران أيها مضبوط كلها يعني حتى واحدة الإعلام الرياضي لازم أنت تكون يعني إيه متعامل مع كل أطرافه عشان يعني تقدر أنك توصل لكل الرياضات دكتور متابع طبعا بداية الدوري آه طبعا إيه ملامح الدوري بالنسبة لك في بدايته شوفه الملامح ظهرت بدري قوي أنه حيكون دوري ربما أقوى من الدوري اللي فات أقوى آه أقوى كمان من الدوري اللي فات يعني الواضح أورطك بدري بدري وخليك تتوقع من بطن الدوري وتجعت أعتذر لا بص حولك الحاجة أنا بالفعل أعتذرت كتير وأعتذر كلما أطلع في حتة أنا حييتك على الفضيلة دي آه على أن أنا توقعت أن الزمالك بطن الدوري اللي فات آه هذا التوقع كان مستند إلى إيه وإحنا كلنا عارفين إن هذا الأمر إن النادي الآلي لم يكن في أفضل مستوياته وإن النادي الزمالك بدأ بداية قوية جدا آه وبعدين في الوقت اللي دايماً بيكون مفترق الطرق إيه هو الوقت آه اللي اتكرر سنين والسنين والسنين إن الزمالك يبدأ يفقد والأهل يروح ماسك في النقطة ما يفقدش نقاط خالص آه فلو حتى كان فرق عشرة آه فلو الزمالك خسر والأهل يكسب فالعشرة بقوا سبعة فضل دا يكسب ودا يكسب وبعد كده اتعادل الزمالك والأهل برضو بيكسب فالعشرة بقوا خمسة آه كذا لغاية ما الأهل يقدر يعود فالفترة اللي ابتدى الأهل بقى خلص من بطولة أفريقيا والمفترض إنه يعوض الفارق الكبير اللي كان مش فارق كبير في النقاط قد ما فارق في عدد المباريات يعني الأهل كان لعب ستة مباريات وزيما كان لعب عرب عشر وإصابات كتير وإصابات وكلام من دا إصابات دي احنا اتكلمنا فيها كتير قوي يعني لو تفتكر في الوقت دا حاجة غير طبيعية إن انت تتعرض لهذا الكام من الإصابات وبالشكل دا وفي أوقات متلحقة شيء يعني غير مسبوك في أي فريق في العالم فالأهل بقى وهو عايز يرجع للدوري أول راجع للدوري بعد بطولة أفريقيا وكاد فيه طبعا صدمة كبيرة عند كل الجمهور لأن الحقيقة حقيقة يعني وعن نقولها أن الأهل بطولتين متتلاتين لدور الأبطال كان يستحق تماما إنه يفوز باللقب صحيح بالذات متاعة 2017 دي يعني مش ممكن حد يتخال من دي أهل يفقدها إنك بتكسب التراجي وتكسب التراجي هناك يعني بعد النتيجة سلبية جدا التين التين في القائرة تكسب التراجي هناك وبعد إن النجم السحيلي ست أهداف ست جوال في النجم خلاص ده مشروع بطل ما فيش لا محال يجي قدام الوداد اللي هو إيه المفوض إنك عدت فريقين أقوى الأهل يفقد اللقب وفي النهائي كد صعبة قوي السنة اللي بعدها بقى التراجي كمان أنت التراجي اللي أنت كسبته أربع مرات متتالية اللي الأهل يكسبه أربع مرات متتالية خارج ملعبه آخر أربع مرات قبل المرة بتاعته اللي فاتت أربع مرات بتكسبه خارج ملعبه أنت بقى مهدت بفوش كبير ثلاثة واحد يعني كل الأمور مهيئة فنياً ونفسياً ومعنوياً وتاريخياً وكل حاجة إن الأهل يكسب اللقب تاني يفقد اللقب للمرة تانية فطلع الأهلي المفروض أنه بقى الدوري مهم يعني أنت برضو باللقم صحف منك هتضطرين أن أنا أقطع حتة الدوري خليني في أفريقيا لأن أنت أشرت النقط كان الأهل مع الوداد منطقياً ما يخسرش لكنه ما يحدث في ملف الاتحاد الأفريقي وتحكم المباريات النهائية على وجه الخصوص والتدخلات اللي بعد كده بدأنا أن نتكشف حقيقتها رأيك إيه ما في نهاية منهم إيه لو حصلت فيه كوارث تحكمية مؤثرة مظبوط أنا معاك بس إيه أنا مش عايز أرتكن قوي للتحكم ليه يعني مش عايز أحط هو لغنصر فايصل بس أنت ده أنت عندك يعني الفاينال الوداد والتراجي ما زال في المحاكم آآ آآ بالضبط اللي حصل إيه بقى انتحاد الأفريقي انكشفت حاجات كتير قوي كانت غلط لما بتتعرض لأكتر بيشتب حكام آآ آآ توقف حكم وبعدين ترجعه وبعدين تشتب حكم وبعدين تبس لا يعني حاولك على حاجة يمكن عدت على الناس منور الكرام آآ السنة اللي فاتت زي دلوقتي انتحاد الأفريقي أصدر حق بيشتب اتناشر حكم مدى الحياة آآ آآ مش واحد ولا اتنين آآ آآ اتناشر آآ آآ وانت عارف القايمة الملحقة راح بعد كده مطلع قرار شطب عليهم عشرة يعني اتنين وعشرين حكم يتشتب في قرارين كده اتنين وعشرين فاسد آآ آآ مش مختل وبعدين لأنه هو بيشتب اللي ثبت فساده بالضبط بالضبط مش اللي عنده أخطاء فنية وبعدين ييجي في البطولة اللي فاتت كمان ما حدث في النهائي كان صعب قوي انك تتخيله آآ لنهائي يعني عارف مطش في النص كده محادش يغل باله آآ بالضبط ممكن تلاقيه إنما دعيون العالم كلما يتفتحهم آآ وبعدين أصبحت قرض أفريقيا الوقتي انت عارف ايه يعني كل العالم وكل أوروبا ده كاس الأهم الأفريقية كانت أكثر متابعة من كوبة أمريكا عشان النجوم كمان ليه بقى لأنك انت بقيت فرصة إن انت الوقتي بقى معدلات تواجد اللعيبة الأفرقى المميزين واحد إلى أربعة يعني كل فرقة فيها كل عشر لعيبة بتلاقي منهم أربعة أفرقى ده كان كلامنا في زمان وهم يعني ما كانش موجود لكن دلوقتي عدد اللعيبة الأفرقى المميزين جدا اللي موجودين في أوروبا طمعوا أوروبا في أنها ده من جمدها بقى ده نجيب منه فأصبحت كاسر الأهم الأفريقية اللي بتتلعب في نفس توقيت 2019 نفس توقيت كوبا أمريكا المتابعة لكاسر الأهم الأفريقية أكتر ليه؟ المصلحة أكبر إن بيعتبر إن كوبا أمريكا اللعيبة اللي موجودين دول ما احنا عرفينه ومورطة أوروبا غلص وموجودين لكن أفريقيا لا ده أنا ممكن أطلعني ده منجب عشر عشرين ثلاث ثلاثين لعيب يطلعوا يكسروا الدنيا في أوروبا فبقيت أكثر متابعة من ذي قبل فأصبح بطولات أفريقيا كمان وبطولات الأندية أكتر ده أنت الوقتي الأندية بقتت بتغير جلدها كل سنة ليه؟ لأن اللعيبة اللي بتظهر من خلال دور الأبطال بتتطروح أوروبا وتتقلق لأن فرقة زي ما زين بيديك كل سنة طلعها اتنين ثلاثة زي زي الوداد النجمس هشوف الوداد اللعيبة اللي هما لعبوا الأهل دول راحوا فين؟ منهم اتنين في الزمانة كوم يعني بتدي الانتشار جامد جدا من خلال دور الأبطال أفريقيا فلا تستحق بطولة كبيرة زي دور الأبطال أفريقيا أن هي يكون عندها هذا القصور في نواحي كتير سواء نواحي تنظيمية أن أنت لازلت حتى يومنا هذا تلعب في جور نقمح مش ملعب وطبط كده لو عربية مشت فيها السوسط تتكسر الزبط مش اللعيبة لا وبعدين ايه؟ في فار لا مفيش اه فدي بقى مشكلة تانية يعني ايه؟ ألعب الزهاب بالفار والعودة لا بص حكاية الفار دي يعني اسمح لي أقولك يعني من خلال مصادر أنها كانت متعمدة تم متعمدة في ماتش الأهلي اللي هو بتاع نهائي 2018 وعملوا نفس الموقف في النهائي 2019 بالصبت اللي هو أن الفار يبقى موجود ذهابا رغم أن أنت برضو الفار بمعناه الحقيقي مش هو الفار اللي استخدم في النهائي دا ولا النهائي دا الفار اللي بنستخدمه حتى يومنا هذا هو الفار معتابة على كاميرات التلفزيون يعني افرض كاميرات التلفزيون جابت زاوية وحشة خلاص هي دي اللي عندك مفيش غيرها زاوية تانية من كاميرا هنا وبتاعه وخلاص لكن الفار الأصلي اللي بتشوفه شوفنا في كاس العالم له كاميراته له كاميراته خاص بعيد عن التلفزيون ممكن تستعين بكاميرا من كاميرات التلفزيون لكن الأساس فيه كاميرا معمولة على خط التسلل كاميرا معمولة على رجول كاميرا معمولة على خط التسلل التاني كاميرا معمولة على زاوية العكسية ومحطوطة بقى إيه بشكل فني دقيق جدا الكلام دا مش موجود فإنت برضو إيه المفترض أن بعد أنت عارف دوري أبطال أفريقا دي بقت مكاسبها رهيبة طبعا غير زمان بدليل أن أنت جوائزها شوف ازدادت من مليون لمليون ونص الاثنين مليون لثلاثة مليون الموضوع في زيادة ولسعة زيت تاني لأن تسويق البطولة دي أصبح كبير جدا وخلينا فكرك يا دكتور وأنت طبعا سيد الإحصائيين والمؤرخين أن كل الجوائز دي بدأت بكوارس تحكمية في السوبر واحتجاب الأهل وانسحابه وغيب وقال لك سعيدها مجلس الإدارة أن البطولة بتكلفنا كتير جدا ما بتجيبش أي عوائد بدل الاتحاد الأفريقي بعد عودة الأهل يفكر في أنه ينم موارده وكلها جوائز بالظبط لا ده كمان بقى مش يغير بس ده هو عمل كوبي وبيست من بطولة دوري أبطال أوروبا بالظبط ده من كاسر كوس زمان كان كله نوك آوت لغاية آخر بطولة اللي هي بتاعت 96 من 97 اللي هو بعدها في سنة رجاء قال غير خلى دوري أبطال من مجموعتين بعدين المجموعتين دول بقى أربع مجموعتين من السنة اللي قبل اللي فاتت فاتطورت البطولة التطور رهيب في مجرياتها بقت كمان الأدوار بتاعت المجموعت دي المبارات بتاعتها بتقام بشكل مستقل يعني ما تلاقيش مباراتين في وقت واحد زمان كان ممكن تلاقي ثلاث أربع مبارات في وقت واحد لا دلوقتي عشان طبعا في الأدوار التأسيبات من الأدوار التمهيدية واللي هيحصل إن ثلاث مرشات في يوم واحد دي من الأندية المصرية لا في دور المجموعات لا يمكن تلاقي مثلا الأهل بيلعب التراجي في نفس توقيت الوداد بيلعب مازينبي شركات التسويب تتدخل في الجدول ما بقاش بقى من رأي النادي بس يعني النادي ممكن يرى أن أنا حلعب يوم لحد الساعة أربعة لا لا ونادي تاري حلعب لا يقول لك هتلعب يوم كذا هتلعب آه بالزبط خلاص بتترتب الموعيد وبعدين خد بالك مر مرور الكرامة على الناس ما حدث من تطور في بطولة دور الأبطال بالنسبة للموعيد لم يقابله تطور بقى فني اللي أنت بتكلم عنه بقى إن الحكام لازم يكونوا بشكل مشرف وإن ما يكونش فيه الأخطاء اللي تفسد بطولة بقى جوائزها 3 مليون لا مع برضه 3 مليون دولة يعني 60 مليون جنيه مصري وتقاهل لبطولة عالم بجوائز تانية بالزبط يعني أنت اللي بيكسب ده مجرد أنه يكسب بطولة أفريقيا ضمن 5 مليون ثلاثة من دي واثنين الحد الأدنى اللي بطولة لكس العالم فأصبحت لازم بقى أنا أتعامل معها باحترافية شفت ما بيحدث من احترافية في دور الأبطال أوروبا دور الأبطال أوروبا أصبحت دولة المنسبة التسويقية الأولى في العالم أكتر من كس العالم وأكتر من كس أوروبا وأكتر من أي بطولة تانية ليه؟ لأن جميع عناصر الاحتراف فيها سواء حكام ملاعب جماهير صحيح دخول والناس وخروجها والأسلوب التشويقي في النقل التلفزيوني وليه دول منطب التهوي حاجة أسطورية عشان كده الوقت إيه؟ زمان أنت الدور الأبطال أوروبا ده كنا نعرف عنه في النهائي بس ناس تعرف أن النهائي أكسر دامو ويوب هندو دلوقتي الناس بتتبع مباراة بمباراة من أول دور المجموعات ما بدأ يعني من أول جولة والناس بتتابع كل المباراة حتى الأيام الأولى اللي هي بتاع دور المجموعات اللي بيقى فيها 8 مباراة في يوم واحد الناس بتبقى إيه؟ تتابع ده وتنقل على ده وبعدين بعد كده يتفرج على اليوتيوب على ملخص المباراة الثالثة والربعة وبعدين تاني يوم يشوف العدد بتاع المباراة الخمسة والستة بتلاقي المشجع العادي تقريبا شافت 8 مباريات وده شيء تطور جامد جدا في ثقافة المشجع فلا عودة للوراء بقى يعني أنا طالما المشجع بقى بيشوف الحلو ما تقدرش تنقل له الوحش ارفع نفسك بقى ما تقدرش بقى انت شايف أنا هقولك أنا حاجة حتى كتبته في أحد المقالات اللي هي خاصة بالملعب كانت عامل كده رشتة مش طبية بقى رشتة دوائية لعلاج الكرة المصرية أنا كتبت الدواء التاسع في عدد النهاردة في الجمهورية الدواء التاسع تسع أدوية يعني رشتة كتبت وش ودهر بس هل بقى المريض حياخد الدواء ولا حيبضل على مرضه كده من حيش ياخد الدواء فمن ضمن العناصر المهمة جدا الملعب يا جماعة أول عينك ما تسقط أنا مرة قاعد مع أصدقائي وبعدين كان دوري أبطال أوروبا كان مباراة مش فاكر كان ريال مدريد وطرف آخر فبتفرج على الملعب نظيف والمشجعين والحاجة جميلة حاجة حلوة وبعدين فجأة عايزين ننقل على مباراة بيتروجيت ومش عارفوا باحترامنا لإسم الناديين يعني حصلتك أصلا أنت تتفرج على ملعب مصدي يعني مفوش جنيجيلة أصلا وإنت ناقل النقلة أنت لو شفتها لوحدها مش هتاخد بالك قوي لكن أنت بتنقل من ده على ده لا ما ينفعش خلاص أنا الأوان لازم ترتقي كل المنظومة تحكيما وملاعب وجماهير اللي تخش ونظام ولوايح صارمة كل دي رشتها اللوايح مش تيجي اللوايح نقطة تطبقها وتيجي خايف من من صوت عالي ولا خايف من من دوشة تقول ما تطبقش اللوايح هنا وتطبق اللوايح هنا وتمشي هنا وما تمشيش هنا كلامنا كله لازم بقى خلاص انتهى خش عصر احترافي واضح المعالم ان القرارات قدي دي القرارات مش عشان على الجميع تطبق بلا هوادة واحد طلق شتم طبق اللوايح مش هتيجي تطبق على ناس وما تطبقش على ناس وتيجي ايه يعني الغلبان واحد انتقد حكم وممكن يكون مدرب يعني فرقة تعبانة او فرقة يعني فتحت يتكلم يروح واخده ست مباريات والشتيمة شغالة للنهار وغيره يشكم ويجرح وينام العراض والناس حتى انطر ويطنف وعايز اقولك طبق على الجميع طبق على الاهلي والزمالك والاسماعيل والاولمبي واللي في درجة التانية والانديها اللي هبطت بقى لهمية سنة طبق على الجميع محدش بص هقولك على حاجة لو طبقت على الجميع ثق تماما محدش هيكلم انت دلوقتي من ضمن المقالات اللي كتبتها في تطبيق القرارات دي مش شوف انتو ازاي نزل درجة تانية ايوا ايوا نزل درجة تانية مارسيليا كان بطل اوروبا هبط سنتين يعني السنة الاولانية جاء اول الدرجة التانية ورغم ذلك تفرضل في درجة تانية برضو السنة اللي بعدها ايوا ايوا طبقت اللايحة انت بقى نادي ينسحب ينسحبين وبعدين تعطر الدول وبعدين ترجع ولا بتطبق قرارات ولا بتنفذ ولا بتعمل بقى الانسحاب ده بقى سليهم بتغيروا اللايحة اه بتغيروا اللايحة اه الكلامنا ما ينفعش طيب خلينا حلسا في المدفع الافريقي لانه انت اشرت لانه ما حدث في الفاينال في المرتين سواء مع الاهلي او مع الوداد من قبل الترجي الامور ما كانتش سليمة اه الاتحاد الافريقي تقريبا كمؤسسة خضع للترتيبات واعادة ترتيب اوراق كتيرة فيها هل في امل ان احن فعلا نوصل للي انت بتقوله ده اه الامل فيما حدث اه لان ايه شوف عصر عيسى حياته كان عصر فيه حاجات كتير مش مزبوطة مفساد فجاء لما جاء العصر ده انكشف وانكشف بقى مش مش على مستوى افريقي غاق ده انكشف على مستوى الفيفا يعني الفيفا كله في يوم من الايام قبل اجتماع فيفا جابوا الناس من قواضها وهي نايمة في الفندق فده معناه ايه نزلهم بالملايات بالملايات ايوه اصبت الفيفا نزلت من الفندق بالزبط انت متخيل اللي هذا الموقف ابتدت الناس تصحصح فايه انت لما تسكت تاني حيبتد الفساد يشتغل يشتغل تاني لغاية ما تلمهم بالملايات تاني يعني يا بقى وقبل انما المرة دي ايه بقى اللي بيخليك تقول حاجة ايجابية ان العصر ده اما جاه احنا متوسمين خلاص بقى لا فيه فساد ولا فيه فساد تحكيمي ولا فيه فساد اداري ولا فيه حاجات حنغض البصرة عنها لا كله واضح فجت وانت لسه بادي لقيت مشاكل راح بدري بدري الفيفا قال لك ايه طب ما هو انت اخلي بالك وجود فاطمة سامورة مش ريفة من اتحاد الدولي ده في حد ذاته سبب سبب انت قلت الكلمة اللي انا كنت عايز اقولها بس انا يعني سبب ان انت في افريقيا انت مبتحكمش خضع للرقابة الدولية ايوة انت خضع الوقتي ان كل قرار وريني يعني انت عايز تعمل القرار انت مشروفة امرك اه اه بالزبط فده خلى الامور بدري بدري تنضبط فانا اللي متوسم فيه خير ان السنة دي دوري ابطال افريقيا معادة حتة اللي لسه احنا مش جاهزين لها قوي حتة اقامة النهائي من مبارا واحد هي على الاقل تضمن ان الحكم هيكون محطة الانظار ان الملعب هيكون محطة انظار ان المدرجات هتكون محطة انظار ان الفر مش هيدحك علينا اقولك ده مش شغال وانا مش شغال ولا يفشيل فيشة كده عشان يلغيه صحيح ان كل حاجة هتبقى مزبوطة بس لازم يكون ما تجيش فجأة ايوه لا لازم ان يكون فيه شفافية انت من بدري المباراة هتلعب فيها من بدري من بدري ما قصدش من بدري بس المباراة هتلعب ده من بدري من الادوار دي احنا ديسا بنلعب في الدور التاميين التاني بالزبط لازم يبقى كل حاجة واضحة ما يجيش انا الوح ملعب لقيه مفوش نجيلة لا انا هاجي مثلا مع دور المجموعات لو عندي دول كبيرة مش ممثلة في دور المجموعات يعني ما فيش فريق من جنوب افريقيا صعب خلاص يا جماعة المباراة النهائية في جنوب افريقيا هي المشكلة اللي انا كدت انما انا هفضل مستني بعد كده تونس تضغط فتاخد النهائي في المغرب عشان جنبها الجزائر تضغط فتاخده في المغرب جنبها او في غرب افريقيا يحدث نفس الشيء هتفصل مكان الدولة حسب الفريق اللي صاعد ريح نفسه الاتحاد الاوروبي ازاي قبل البطولة ما تبتدي خالص النهائي يا جماعة في كزان روسيا النهائي في ميلا النهائي زي سفدت في مدريد وبسنتي بتاع قتلتكو مش مثلا في ملعب ريال مدريد بيعملها لثلاث سنين لقدام بيحط الملعب وخلاص انا بقى كل واحده نصيبه ده ممكن فرقة تلعب على ملعبها لكن خلاص انا حطيت الملعب ده من زمان انا ما جاملتكش بس ايه اللي انت مش مهيق له اللي انا اقصده انت في اوروبا هقولك على حاجة لو انت عملت النهائي ده في قبرص جزيرة السوارة دي اضمن وانت مغمض ان لو في ملعب 200 الف هيتميلي اه ليه لان اوروبا دايقة ومنها ببعضها وحركة الطيران متطورة كسيفة جدا وقطاء قطر ده انت ممكن قطر تركب بالضبط ده اجمل حاجة في اوروبا واوفر في القطر واسرع انك بالقطر بدل ما تروح المطار وتستنى قبل الطيران بساعتين صحيح وتسافر وتاخد ثلاث ساعات ده انت بالقطر هتاخدهم في ساعتين كلهم صحيح والتطور الكبير في التنظيم والرحلات الجوية الكتير وسهولة الانتقالات وشهرة الفرق كل ده بيخلي مضمون النهائي ده انت كمان بتعلي التذاكر وبرضه وتتباع انت في افريقيا بقى بالفرض نقول كده نمازج لاندية مثلا الاهلي هيلعب الوداد في جوهانسبرج انت هتلاقي الملعب هيتميلي ما هو برضه صعب 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 ان تنقل الخلص ميت واحد من الجاليات ومية هيسافروا رحلات جوه قول الف حتى ما الالف دول في المدرج في المدرج مثلا 80 الف زي في جوهانسبرج ما برضه عدد قلي فما فيش تهيؤ نتيجة ايه بقى الجغرافيا الجغرافيا الواسعة والانتقالات الصعبة والطيران الصعب ما انت برضه ايه انت عايز تطلقوا بواحد من مصر مثلا مشجع لو هيموت انه يتفرج على المباراة عليه انه يسافر 9 ساعات ما برضه دي موضوع صعب والتذكرة بكام وحيقعد في فندق بكام مواضيع صعبة لكن دي بس اللي انا ممكن كانت تبقى يعني تتعامل بس قدام قدام شوية لما يبتدي بس انطور ملعبنا لما يبتدي مثلا نقول ايه عايزين نعمل نهائي دوري ابطال افريقيا ألاقي قدامي 50 ملعب او بلاش 50 ملعب 20 ملعب انت انت مثلا في اوروبا اقعد دلوقتي كده قولي عايز اعمل نهائي دوري ابطال او اوروبا اطلع لك 100 ملعب دلوقتي 100 ملعب لكن احنا عايزين بس 20 ملعب يعني اقول مثلا في استاذ القاهرة ماشي اقول في رادس اقول في مجمع مركب محمد الخامس في المغرب اقول هتعد هتلاقيهم 4 مثلا وبرضه ممكن تلاقي ايه الملعب دي ما هيش مهيئة بش بعضها بالقدر الكافي انه يستوعب ملعب مباراة كبيرة بيزدديني للنرادس وملعب كويس جدا لكن الفار مش شغال ولا معارفش عمدا ولا 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 الفار يريب اقول لك فموضوع ان انت مش مهيئ ليه انا شايف ان ده كان ينفذ بس بعد اما شوف ان انت حناعملين نتكلم فيه من الصبح المنظومة تنتظم والحكام يبقوا صح والفار دايب قال انت شاك جايبه دايبقى شغال مش حد شاك شال السلكة منه قال لك الرجل مجاش يعني كل داي يتنظم وينتظم وتبقى الدنيا صح والتحكيم كويس والتنظيم كويس والفنادق كويس مش تروح تحط مثلا فرقة في فنادق فيها سحالي مش عارب ايه تقول لي دا فاكس حالي بتاع الجروة ايوه اطمي الكاميرون ايوه فلا تبقى الامور مهيئة مهيئة وبعد كده اقول ايه انا اعمل ملعب بقى محايد عدي 20-30 ملعب تختار بقى وانت بتمنجه كده ان انت الملعب دا ممكن ينفع للنهائي او الملعب دا او كده طيب واحنا في المنطقة نفسها بقى الاهلي بدأ هذا العام جهاز فن جديد ريني فيلر راح كسب كانو سبورت في ملابو في غير الاستوائية 2-0 والسبت عنده مباراة العودة شايف هزاي طبعا مباراة العودة تعتبر بمباراة سهلة انت لما تكسب خارج ملعبك بهدفين يعني ساعات حتى الفوز الديق ممكن برضو يوربج الحسابات لكن فوز كبير 2-0 برضو بفرق هدفين خبالك ان الاهلي عمل اعلى فوز في تاريخ الكرة المصرية على نادي طلع بره ده طلع بره ب13 هدف يعني 9-4 ده اعلى فارق حتى زمانك برضو كسب 6-7 يعني 13 بره من اتنين ان الاهلي ما دخلش مرمى اهداف يعني في التلات مباراة ده برضو نتيجة إيجابية بتواريك ان برضو ايه النادي الاهلي داخل البطولة مستعد وبيني وبينك اصبح الدوري بقى ملاكي للاهلي يعني يعني 41 لقب من 60 ده موضوع انا شفت قريت في حوالي 16 جريدة عالمية بيتكلموا على هذه النسبة المنقطعة النظيرة مفيش حتى حد قريب منها ان انت وصلت قربت بال70% 69% من القابة الدوري الاهلي ده معناه ان بقت ملاكي البطولة اللي تبقىت شوية تبتدي هي اللي تبقى ايه يعني تبقى بالنسبة للنادي هي البطولة اللي انت عايز بقى تتكسبها بأي طريقة مش بأي طريقة بل لا بأي طريقة فنية وإصرار وحماسة دي بقت النادي الاهلي برضو من 2013 لغاية 2019 لا كتير وبالذات ان انت مرتين توصل نهائي ومش واصل نهائي كده لا انت واصل نهائي بايه يعني جراون بريكينج بيرفورمانس يعني يعني اداء يزلزل الارض الستة بتوع النجم السحي ده يعني عارف ان بتوع الوداد انا انا كان ليه اصدقاء مغرب شجع الوداد قالك احنا مستحيل كنا نصدق نصدق اصلا اننا نلعب الاهل في النهاية فجأة لقوا نفسهم ابطال فجأة يعني وظروف غريبة وعجيبة انك جول واحد صفر واظهر يضيع فرصتين يعني وضع صفر اول ربع ساعة بدل ما انت تبقى ثلاثة صفر وخلاص ركبت الجيم وكسبت من هنا ترتد كرة بجول يعني يعني شيء كان غريب وبعدين هناك الوقت اللي عمال يضيع والكرة اللي تحسبت اوف سايد ومش اوف سايد عن محمد زكريليا ياس ان الريوهات كانت اه اه وحاجة غريب والكرة اللي هي الاهل امت الله عشان اصابة لعب ويرحوا لعبينها يعني حاجات كتير قوي فعايز اقول لك ايه لأ البطولة دي بقى بقت مطمى او امل النادي الاهل النادي الاهل ايه في حتة او مناطق عملها كده ايه تمليك مش حتى ايجار مدى الحياة لا ده تمليك دوري تمليك اما تبقى سبعين دي دي شيء برضو كبير كبير جد السوبر اللي اهلي خدها دي ما 11 من 15 عملت لها النسبة الماوية تطلع 68 وشوية يعني برضو 69 في المية يعني السوبر من 16 لقب 11 فبرضو بقت النسبة حوالي 69 في المية الدوري 69 في المية يعني انت بتتكلم تلاتة اربعة بالزبط الالقاب الاهلي لا الحتة دي بقى بعدت هو قال الاهلي صاحب الرقم القياس رزال 8 ألقاب بس انت بعدت كتير لا بقى خلاص قاني الاوان انك تكسب انا كل المقدمة دي بقولها لك ليه لان خلاص الاهلي اصبح مطالب لعابته حتى الكابتن خطيم شوف قاعد مع الفرقة ولسه بداية مشوار دوري ما تكلمش عن الدوري عارف ليه تبدو كما لو كان ده منطقيا منطقيا ما ينفعش ما تاخدش الدوري اه خلاص احنا عارفين ان انت هتلعب على الدوري وعارفين ان انت النفس بتاعك بيظهر في الوقت المناسب اه وبالك ان الناس انا ما ركزتش في الدوري ده على حاجة ان الاهلي اخر 21 مباراة ب63 نقطة خد 58 نقطة اه وده موضوع معدل اصول عالي جدا اذا انت تفقد في 21 مباراة من ال34 ال21 مباراة الاخيرة انت بتتكلم مثلا في اوقات كان القلم الاخر 10 مباراة عايز ياخد 30 نقطة فيروح جاب منهم 27 لكن انت بتتكلم بقى في ايه الاهلي في الفترة الاولانية سقط سقط ورجع من المطورة افريقيا خسارة من المقولين وبعدين بعد كده تعادل مع الداخلية وبعدين خسارة من فتما النقطة ضعو انت بتلملم النقطة فبعت الصورة خالص ان انت ترجع بهذا الشكل فبنتكلم على الدوري مقفول طب بدوقت افريقيا كانت الخطيب قعد قال لك افريقيا معناها ايه معناها خلاص ما فيش بقى وده من تارجت ده الهدف الرئيس وانا اذكر تماما حتى ما الخطيب كان لعب الست سنين اللي الاهلي وصل فيهم النهائي يعني 82 83 84 85 86 87 87 منهم اثنين دوري ابطاله وثلاثة كاسكوس من ست نهائيات يعني خمس القام انت كان انا فاكر كويس قوي في الوقت ده وراحد كسه كان صغير في مجال الصحافة كان اخش الاقي محدش بيتكلم الا عن ان البطولة دي في الاهلي والله ما كان من العمال العمال بتاع غرف خلال الاهلي اما تكلم الام لا 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 افريقيا السنة دي ان شاء الله تكلم لعيب تلاقيه ما فيش حد بيتكلم فما جاش في دور الابطال فتلاقي العدد الاندية مثلا الكبيرة خمسة ستة لا دا عد معاي اهلي الزمال شيربت القبائل تي بيما زينبي الترجي التونسي الينيينبا الناجيري اشان تي كوتوكو اللي رجع بعد سنوات كبيرة بتاعت فيها رجع النجم السحلي فيتا كلوب الرجاء البيضاوي اتحاد العاصمة الجزائري سان داونز زيسكو بريميرو دا جوستو الانجولي وعلى فكرة بريميرو دا جوستو دا كان يستحق ان يوصل النهائي بتاع السنة اللي قبل المفاتل صحيح وبيترو أتليتكو عد كل الاندية دي اندية عملاق اندية عقبات فانت لازم تنافس على طولك فيها مش اقل من 16 نادي برشحين وابطال صبيعين يعني من الاندية دول كلهم بسسناء يمكن بيترو أتليتكو وبريميرو دا جوستو كل الاندية فازت باللقب فازت باللقب القابة أفريقية قبل كده فاذا المهم اتناشر بطل اتناشر بطل في البطولة بالزبط اه فانت بتتكلم ان مش بطولة بسهولة سنوات قبل كده لا اصعب بطولة والدنيا بقت اصعب لان المنافسة بقت اقوى وخلي بالك دور المجموعات من دور الستاشر ده خليك ايه انت ما كان دور المجموعات في دور التمانية تلعب المجموعات فاضل قبل نهاية نهاية خلاص دا انت بعد دا كله لسه دور التمانية اه طب بعدين دور فزودت كمان مبارتين صعبتين جدا اه اه يعني دور التمانية نوك اوت اه دور قبل نهاية نوك اوت بتمره تلات جوالات نوك اوت ودي كابت الخطيب اذا ما اعلم لسه بقولك كابت الخطيب عنده مسؤولية كبيرة مع أساطير أفريقيا في تطوير الكرة الأفريقية بظبوط يعني الورش اللي تمت واعتقد انفنتينو كان بعث له جواب شكر الاسبوع اللي فات على الدور اللي حصل هل هؤلاء النجوم في أفريقيا عندهم فرصة مواتية مع أحمد أحمد ان تحصل النقلة الكبيرة بص اذا اشتغلنا صح هتحصل النقلة هي حصلت نقلات كويسة انا شايفها ان هي كويسة نقلة من واحد انك القيمة نفسها انك تخلي جواز البطولة مليون دولار وعند اثنين مليون وعند ثلاثة مليون لا ده بقت بطولة تخلي الان ده تصرف تصرف ولا وكمان انا اسعى بقى ده اه بسط ده ما هو ايه اللي قوة دورة الأفطال الأوروبي العواد المادية بتوصل لستين وسبعين مليون يورو شوف الأرقام يحفزوك على ان انت تجيب لعبة تجيب أجهزة تصرف على البطولة بالضبط العنصر التاني التنظيم البطولة تاني على مدى الموش وان كان ده زود العيب جدا ليه بقى انت لما توزع المباراة كان المباراة بتلعب من فبراير لنوفمبر وكت في فترة الصيف بتلعب ايه فانت بجزء من مجهود السيزون بيروح في فترة الصيف دي دلوقتي انت عليك انك في الريجلور سيزون او الموسم المنتظم اللي هو بيبتدي في أغسطس وينتهي في مايو عليك انك تلعب الـ 34 مباراة تاعد دوري كلهم تلعب الـ 14 الى 16 مباراة بتاعد دوري الابطال كلهم تلعب المباراة الكاس كلها كلها في الوقت ده فانت ايه اه صحيح وفر لك الصيف راحة اللعيبة بستها طبعا المواسم اللي فيها كاس عالم او فيها كاس امم هتلعب في الصيف بس وفر مجهود كبير لكن في نفس الوقت ضغطك انك انت في الشوية دول هتلعب كل حاجة كل حاجة هتلعبها من اغسطس لماذا؟ ده تطور التطور اللي بعد كده انك عملت دور المجمعات من دور الـ 16 فقويت البطولة اكتر خليت عدد المباراة الهامة ما انت بدل ما تلعب ست مباراة وقبل نهاية ونهاية لا خليتهم ست مباراة وقبل نهاية ونهاية زادت عدد الجوالات النك اوت زادت الإثارة والحماسة فده شغل صح حاجة برضو فاتت عن الناس كانت المباراة تايهة ما انتش عارف حلعب جمعة ولا سبت لا بقيت في تحديد دور الابطال جمعة وسبت كونفادرالية حد بس زاد كمان التنظيم ان انت وانت مغمط كده اما تنام كده نايم الضهر شوية عارف ان دور الابطال اوروبا كان بيتلعب الساعة 9 لربع زمان وفاصل اما بيتغير التوقيت للصيفي بتلعب عشر لربع عارف وانت مغمط اتغير التوقيت الساعة 9 خلاص 9 لو انت عند واحد صاحبك هتروع عشان تتفرج لو انت عندك شغل بتقوله اننا هستأذن ساعة ناردة عشان عايزة تفرج على دور الابطال اوروبا لو انت عندك خلاص بقت قانون سبت الوقت بطولات افريقيا من غير ما الناس حتى بتاخد بالها بقت 3 و 6 و 9 بتوقيتنا يعني بتلعب يا 3 يا 6 يا 9 فده برضو خلت ان الاجندة تبقى واضحة واضحة المعالم ادي تغير كل هذه العوامل خلت بقى لأ البطولة عندنا الامكانية ان احنا نعمل حاجة محترفة طيب الموقف المصري عمتا الزمالك في نفس البطولة بيواجه جنراسيون سنغالي جنراسيون فوت وخسر في دكار 2 و 1 عنده فرص للتعويض اه فرصة للتعويض بص جول مصطفى محمد انقذ الموقف تماما اصبح يكفيه هدف اتنين صفر دي حتى لو بتلاعب فرق ايه يعني فرق سجل ثلاثة صعبة صعبة المأمورية فانا شايف ان الزمالك برضو كونه يفوز 1 صفر بس بس دي موضوع مش سهل ليه لان هذكرك بموقف بتاع وليتا ديتشا كان نفس النتيجة وقالك ايه ده 1 صفر تكسبك وفرق اصلا مكتش عارفيني يوقف الكورة يعني 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 التوقيف ورغم ازاك وقعت المفاجئة اذا الزمالك ممكن يعد عنده فرص اه في الكون فدرالية بيراميز يمكن المصري فرص واسهل كتير لانه خلاص المصري زنزبار 4 و 1 و 4 و 1 تقريبا حط رجل على رجل بالظبط يعني شايف حتى المصري عمل يقول مش لعب في الوقت عمل ملعب ده لو ملعبش اعتبروه مهزوم 2 صفر اه ايه صعب لا لا لانسحاب لا لانسحاب يخرج من البطول بعكس بيراميز بيراميز صعب واحد واحد عمل شباب بالوزداد بس هقولك بقى ايه نقطة الايابية شوية في بيراميز ان بصراحة مستوى الاداء في المباراة الاولى امام انبي مستوى اداء مفاجئ تماما ان انت تلعب بالكونسيستنس دي والشكل الجماعي ده وانك انت تخلي المباراة في اول دور وان سايد جين بهذا الشكل ده يديني شوية اه تفاؤل بان ممكن بيراميز عادي بس الموضوع صعب يعني اصعب مهمة في الانديا الاربعة مهمة بيراميز اه اسهل مهمة مهمة النادي المصري وبعدها مهمة النادي الاهلي برضو لان الفوز برا من عوجك الفوز طالما عدى جول عدى فارق واحد يعني فخلاص عربيا الاسماعيلي بيلعب في تونس مع اهل بنغازي اه يعدي اه يعدي ان شاء الله انا متفائل بالاسماعيلي لماتشو الاولاني في الدوري شفت كده شكل كويس للاسماعيلي المدرب له بصمة بصمة اه الحقيقة شوف سباسيان دي صبر اما كان متولد الاسماعيلي حسيت ان شكل الاسماعيلي اتغير كده بقى بقى الشكل الجماعي بقى الفرقة اللي هي ما بتعتبتش على نجم واحد بقى الفرقة اللي هي بتأدي كورة حلوة على الارض اه انا شايف ملامح اسماعيلي جيد ملامح ملامح اسماعيلي جيد لكن مع كل الكلام الرائع اللي بيقوله الدكتور طارق عن الاهل وايضا عن الزمالك الا انه تفاجأ وهو بيكتب كاتب مقالة بيطالب فيها القضاء على الاهل والزمالك ليه بس كده بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ومؤكد ان انتم مستمتعين زي بتحليل الدكتور طارق الادور للموقف الافريقي سواء ما يخص الاهل او بقية الفرة وايضا ما يخص مسابقات الاتحاد الافريقي وضرورة تطورها في المرحلة اللي جاية ان شاء الله عشان تقدر تواكب الكرة العالمية دكتور طارق انطلقنا شوية من ملف الدوري ملف الدوري ملامح البداية انت شايفها ازاي البداية بتقول ان الاهل والزمالك هيكونوا متنافسين في هذه السنة مرة اخرى حتى النهاية في الدوري المصري كده مر بالتلات سنين ما كانش الاهل بينافس الزمالك كان الزمالك متراجع في الوقت دوت اللي هو الفترة الموسم قبل الماضي والموسم اللي قبله فقد الفرصة لاندية تانية انها تخش في المنافسة المقصة كان هذا النادي في موسم 2016-2017 والمقصة فعلا انها المسابقة في المركز التاني سنة اللي بعدها التقدم ودخل المنافسة كان نادي الاسماعيل فالاسماعيل طلق تاني وفي كلا المسابقتين الزمالك كان رابع أو تالت مرة رابع ومرة تالت لكان بعيد عن المنافسة السنة اللي فاتت دي رجعت المنافسة بين الاهل والزمالك تاني الاهل والزمالك كانوا أول وتاني بس الفرق ان السنة دي كان فيرامدز موجود في المنافسة كانت المنافسة السلسية ظهور الاهل والزمالك بصفقتهم الجديدة بالشكل اللي احنا شفناه في مطلع الدوري في خلالنا نقول ان غالبا الاهل والزمالك حيكونوا موجودين مع بعض حتى النهاية لكن مين اللي حيكونوا معاهم هل برامدز بس شكل برامدز في الأسبوع الأول ده بيقول ان هو ممكن يدخل المنافسة يدخل المنافسة السلسية زي السنة الفاتتة بس تبقى أجمل واجمل لو زي ما احنا متوقعين وزي واحنا الشكل اللي شفناه ان نادي زي الإسماعيلي راجع بقوة وممكن يكون منافس قوي من خلال برضو التوجود في المربع الزهبي المصري بقالنا أربع سنين وربعة المصري موجود في اللي الرابعة الكبار خلاص حجز نفسه مكان دايما صحيح يطلع رابع بس دايما موجود السنة الموسيبش اللي عدى ده اللي قابليه كان تالت كمان قبل الزمالك يعني كان الأهل أول إسماعيلي ثاني المصري ثالت والزمالك رابع فالمصري بقى موجود تخيل بقى انت لو الدوري زي ما احنا كده شايفين ودروقتي الاهل والزمالك موجودين احتفظ بعدد كبير من نعيبته اللي هي كان موجود مع السنة المفات وأضاف بعض السفقات فتخيل لو قلنا يتضاف عليهم كمان المصري والإسماعيلي والاتحاد اتحاد أنا شايف انه مش منافس يعني يعني يبقى موجود في نصف المقاولين ممكن يكون قريب والمقاولين السنة المفات كان برضو دخل في الاربعة الكبار ونزل بقى خامس بداية كويس اه بادي بداية فأنا بتكلم على ان لو في اربع اندية بس ده هيبقى اعظم دوري في تاريخ الدور المصري لان دايما الدور المصري في النهايات بيكون مقتصر على يا دوب ناديين او تلاتة بالكتير زي ما حصل في السنة المفاتل طيب عندك كل هذا التأدير للاهل والزمالك لكن تكتب مقال في الجمهورية رشدة تعودة الكرة المصرية القضاء على الاهل والزمالك اه الدكتور طاري الادور يطالب بالقضاء على الاهل والزمالك اه علشان ما حيركوش هقول لكم هو الرجل بيقول في بداية المقالة اللي في الجمهورية قد تظن عزيز القاري من العنوان للوهلة الاولى اننا اتحدث عن القضاء على ندياي الاهل والزمالك وهما قطب الكرة المصرية ومصدر تمويلها بالنجوم في مختلف اللعبات التي حققت لمصر العديد من الانجازات وبالطبع ليس هذا هو المقصود والحقيقة ان ادخال الاهل والزمالك طرفا في اي نزاع او اتخاذ القرارات التي لا تحقق العدالة من اجل التوازن بين الطرفين تسببت في العديد من المشاكل والازمات للكرة المصرية عبر التاريخ وكانت مرضا مزمنا يحتاج الى علاج عاجل في رشدة عودة الكرة المصرية وهو الدواء التاسع الذي اقدمه في الرشدة المتكاملة رشدة مهمة دكتور قدمت منها تلات تمن عوامل اساسية لكن القضاء على الاهل والزمالك تقصد نغمة الاهل والزمالك وربط الاتنين ببعض ايوه بص انت بقى الوقتي انا مثلا شايف لاعب من الاهل والزمالك راح عمل على فكرة انا سعيد جدا بإسارتك للنقطة دي لان انا في اكتر من حالة قبل كده نوهنا على انه وحتى سميتها دي جملة النفاق العام ايوه عايز تجامل الاهلي فلازم ان تحط الزمالك في بقية العبارة لدرجة انك تسمع بعض الناس يقولك الاهلي قدم مبارك ويسأل الاسبوع ده واذا مالك برضو واذا مالعبش لكن هو بيستحي انه يشيد بالاهل الوحده اذا كان او يلوم الاهل الوحده ايوه ايوه بالزبط انا بتكلم ايه انا بتكلم على الفريقين اه انت تيجي تقول ايه مثلا العيب من طرف راح عامل مثلا موقف سيء جدا مع الحاكم لو في اوروبا يتشطب يعني ده ما يشوفش كورة تاني بالزبط تيجي تقول ايه اشمعنا سنة 48 ما بالفريق يقولك الفريق تقعد بقى ايه ده شمعنا وده شمعنا وانا كتب في المقال حتة دي ان انت ايه تقعد تبرر اشمعنا وشمعنا وشمعنا فيحصل يضرب العاطل في الباطل صحيح وتلاقي في النهاية لا خدت قرار عادل ولا خدت قرار سليم ولا اتخذت قرار جريء تيجي مثلا يعني الحقيقة كتبتها في السنوات الاخيرة اذا ما لك انسحب من الدول انسحب ليه عقوبة بس لا هطبق عقوبة مثلا ان نزل اذا ما لك درجة تانية طب ما يوفينتوس ما قلت يا جماعة يوفينتوس نزل حتى لو الاهلي الاهلي لو قلت انسحب برضو تنزل بالزبط بالزبط طبق العادلة اللي ياخد قرار غير رياضي يتحمل تبعاته بالزبط هو ده الموقف اه انما انت ايه احنا عايشين بقالنا كم سنة الاخيرة دول ربنا هو التوازن تيجي تقول ايه لا طب ما ده حيزعل طب ما قدامك الموقف ما انت خد الموقف على الجميع اش معنى بتاخد الموقف على مثلا ايه يعني مدرب غلبان زي ما قلت لك كده ييجي تلحكة من النهاردة ما حسب لناش ضربة جزاء وقالها بكل ادم اقاف ست مباريات اش معنى ليه ما تاخدش القرارات على العمال يشتم في الحكام وعلى العمال يسب في الناس ليه ما بتاخدش القرارات ديت عشان هو ده السؤال هو ده هو ده يعني اذا سرق فيكم الضعيف اقمتم عليها الحد ايه و بالضبط يبقى اذا انا عايز ايه مش الاهلي انا قلت قفل بداية بس هو حطيت انا وانا عشان يشد القارئ انه يفهم المغزة المغزة ان انت ايه تخلص من نغمة ان انت عايز تعمل توازن انت مثلا ايه يا راجل ده انت التوازن ده وصل بنا الامر ان انت عايزين نعمل جهاز منتخب طب مين كويس سين اه بس ده من الاه طب هتلينا واحد من زمالك بقى يبقى معافي الجهاز يكمل انت بتلزق اه انت بتحط كده يعني بتركب حاجات على بعضها لا الجهاز ده معناها انسجام وتفاهم فكر واحد وفكر وعلاجها شخصية حولك الحاجة الفكر نجاح حسن شحات ما كان معاها حمد صدقي وشوق غريب وهو حسن شحاتا المسمى بتاعه ان احد اقطاب نادي الزمالك ان احد الايرونز رمز الكرة الزمالكوية الرمز الاول مذلك تصور ان هو من العدالة الى ان الزمالكوية كانوا يزعلوا من انت واخد تمانية من الاه يا جبا عم هم الاهلي اللي كان مراكب اه وما لوش علاقة ده من ضمن النجاح انت تيجي بقى عايز تعمل جهاز عشان ما يزعلش ده ولا ده حط واحد من الاهل وحط واحد من زمالك عشان ما يزعلش ده ولا ده حط مش عارف ايه من هنا واعمل ايه من هنا عشان ما يزعلش ده ولا ده انت فرقة فيها تمانية وفرقة فيها خمسة تقوم تاخد اللي ما يستحقش عشان تخلي الأرقام زي قريبة مين قال إنه دي كورا مين قال إنه ده يبقى كل ده معلق بإيه جملة النفاق العام آه اللي هي التوازن أهل وزماني اللي يغلط واللي يشتم واللي يضرب واللي يعمل واللي يعتدي على حكم تتوه كل هذه القضايا في إيه في قضية الأهل وزماني إش معنى يعجب لك العيب مثلا من 40 سنة كان عمل حاجة دي طب أنا مالي أنا يا جماعة عشان نبدأ أنا بقول دايما نقول كده حبدأ من النهار يا جماعة هذه الليحة قرطوها آه فضل اقرأ كل وانضيلي على الليحة الليحة دي مش محطوطة متفصلة على الأهل ولا على الزماني ولا على الإسماعيدي ولا على الليحة دي هتتنفذ وبمقدار الخطأ الليحة دي انت كسبت هتعمل كذا وكذا وكذا خدت الدوري هتاخد مكافئة الدوري كذا وكذا الدارة هنجدده اهو مش دي من مواصفات المسابقة دكتور نفس الكلام على العقوبات اللي عمل كذا هيتوقف مباراتين اللي عمل كذا هيتغرب كونسومية اللي شاتب هيتغرب كذا اللي 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 عمل كذا واضحة الليحة في مباراة الأهل والزمالك قالك حفاظا على مشاعر الفريق الآخر وفي حاجة يسمعها كده مشاعر عمرك شفت يا راجل ده انت شفت يعني يعني مرعاه لنفاق عام أكتر من كده في ختام الدوري طب ما انت الزمالك مع بيرامدس ما هو ده كسب استحق انه يفرح مع جمهوره بالكاس اه بالضبط ايه فكرة ان انت تقول حفاظا على مشاعر الآخر في الختام الدوري الانجليزي منشيصة السيتي بيلعب هنا وليفربول بيلعب هنا قالك الدوري حيتحسن بينهم النهاردة قادي نسخة بالضبط وعمل نسخة زي شبهها بالضبط عشان أصلك انت بعد الفرح هتمسك الدرعة كده خلصت لا ده فرحة من ضمن العناصر اللي بتدي قيمة للكاس رغم انه لا تقرم بالدوري ان الكاس انت بتاخد النتيجة عملك في الحال تستلم الكاس وترفعه وكده انما يتيجي عشان انت بتفرحش وعشان ما تقول طب ما ياما انت الكلام ده مثلا ممكن تقول زي ما بيعملوا في أوروبة بيقولك ايه مش هيعملوا ممورة شرفي انت مثلا دول مثلا يعني ايه ارانات شوية مش هيعملوا ممورة شرفي ماشي لكن الدرع بتسلم افكاز بيتسلم الاحتفال بيتم والممورة شرفي عرف ولا نظام ولا قرار ما هي لازم ان يبقى متنظمة يعني هي ثقافة واخلاق ولا نظام ولايحة بالزبط انت مثلا ايه جاي عايز ايه من ضمن اللوايح بقى معلش زنقت معاها يقولك انت ايه الزمانك ما استلمش الكاس ما استلمش الميداليات ما دي لها عقوبة الله ده في مرة زمالك ملعبش السوبر عشان في الكاس بتاع 2006 ما استلمش الميداليات طب محروم انه نلعب في السوبر كان القرار كده نفسته الوقت يتقول لي اصلا معاش كان عشان الطفل ادهم الكحك ده الوفاته المنين طبعا حلو قوي المشاعر لكن مش ده السبب معلش يعني انا خدت الدور لو كسبت كنت هتطلع تاخد الكاس كنت هتسيب الكاس تقول لي عشان طبش ممكن فهدي بقى الاوضاع المائعة اللي احنا عايشين فيها ليل نهار ما فيش حد عايز ييجي يقول ايه سطر كده واقطع وابدأ بقى من جديد ابدأ انسف بسبق اه انسف كوني ما تستلتش عليه وما تعتبروش اي مرجعية ليك ولا يتتعلق فيه انت عارف هقولك على حاجة بعد الشر عني يعني انا بقولك هو بعد الشر عني اه لو انا جيت كده توليت منصب اتحاد الكورة اه بعد الشر عني انا عمري ما افكر في البهزة اول يوم هقول القرارات تطبق انا لو زمالكا اول ما هطبق على زمالكا لو اهلاوي اول ما هطبق على الاهلاوي لو اسمعي الله اول ما هطبق على الاسمعين ما فيش عن دبيض ولا سود العقوبات هتطبق زي ما هي منصوص عليها وبعدا ما عود يوم واحد هقولهم سلام عليكم عشان ما حدش هيلتزم فبول اه 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 اعايز اقولك ايه ليه احنا بنميع الدنيا بهذا الشكل ليه احنا ما عندناش صرامة في اتخاذ اي قرارات انينا نقول اهو هبدأ من النهاردة خلاص انت ده انت يا راجل هقولك الحال انت راجل مفروض انت مثلا عندك انت بقى للاهلا ده مش عيب طب لو انت بقيت في اتحاد الكورة لا يا حبيبي انتش علاقة طبعا انا بنفذ لو ايح قدامي صحيح على الاهلي على الزمالك على الترسانة على الاسماعيلي على المحل والاهلي لان يقبل منها غير كده بالزاب انتهت انت بيوصل الامر انك انت بالطالب ازاي بتدفعش عن نديك وعايز توقع الدنيا كلها بقى الله وممكن ما دفعش عن ندي ده او او ما خدش القرار السليم يقولك مشطوب بالنادي مثلا او ده بتشتخل احنا سمعنا النهاردة شطب 16 عضو في الزمالك عشان اعلنوا في ماتش السوبر فرحيتهم للاهلي يعني كلام ايه كلام بص كله اه 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 انت بس فتحتني بس هو ده مغزاء المقال اه القضاء على الاهلي والزمالك انت الاهلي والزمالك دول ده ده برجين كده صحيح لا يمكن انك انت تقول يعني فيه رياضة في مصر من غيرهم مشتحيل اه طبعا فانت لازم رئيس الاتحاد الكورة اللجنة المقال قطع ده مش باسم الزمالك اه طبعا لكن موجود وبيسلم على العام انت طالما ارتضيت عمل عام فانت لابد تلتزم بقواعد العمل العام زمان كان يقول طب حقولك بس على سبيل المسال حاجة احنا جنا مطش زعناه بتاع مصر وغانا في تصفات كاس العالم اه اتدبسنا في 2 مليون دولار اه لما كان الدولار وصل 20 جنيه كانو 40 مليون جنيه اه الكابتن القدير اللي يعني مش عايزين ان نقوله بس هنا يا بريدة ادري يشيل الاقاف ده او العقوبة دي لا طب ما تقدرش من انت مصري من انت مصري انما دي لايحة بتقول انت لو اخترقت اي قاعدة القاعدة دي عقوبتك كذا اخترقت دي عقوبتك كذا فتنفزت علينا العقوبة واحنا مش لقين ناكن في الاتحاد انا لو مسؤول اللي اتخذ هذا القرار بالمخالفة للوايح لمجرد انه بيتحدى لازم ان يحاكم ويحاسب بالزبط حساب على طول ايه الفرق بين واحد كلف الدولة 2 مليون دولار او سرع 2 مليون دولار اه في الحالتين الخزانة العامة حملت 2 مليون دولار مظبوط مظبوط فهي دي اللي انا اعمالين نلف وندور فيها امتى هنحترم كل شيء خلاص انا عندي لوايح امضي امضي عليها خلاص هطبقها على الجميع اللي يغلط هيعمل كذا وبعدين بقى ايه انا نفسي ان الغلط ده مش على اللعيبة بس على كل المنظومة انت انت الوقتي مثلا حتى في القرارات اللي هي بتاعت بعد السوبر تشتم منها ايه ان انت عايز الاول والزمالي الاول والزمالي برضو ما انت يعني هتعقل هنا خمسين الف اتبدأ خمسين هنا تربعين خليها دي تلاتين عشان ما حدش يكشفنا دي اربعين ودي تلاتين بس نعوضها في الجاية دي خياخد خمسين وده ياخد أربعين فيبقى هي هي برضو ما ينفعش الكلام ده جماعة بص اللي يتعقل الاهلي اللي خد الكاس لو عقبته بمليون جنيه والتاني ما تعقبش خلاص انت الله ما بتنفذ لايحة دكتور احنا كنا بنوصل في حقوق التسويق الاهلي خد كذا من التلفزيون يبقى لازم انزمك ياخد كذا يا عمي ما تنزل السوق لوحدك ميجوز انت تساوي قيمة تسويقية أعلى مني طب حولك من قال انه لتلاتين حولك على حاجة بمناسبة اللي انت بتقوله ده كان فيه وقع انا ترستاه كويسا هناك حديث أوروبا بس طبعا احنا ما كانش حد تتكلم عليها كتير هنا في مصر في دوري أبطال أوروبا سنة 2015 يوفينتوس الإيطالي خرج من دور التمانية من دور التمانية بدري بدري يعني حتى مقصدش نهائي اي قعدوا على الترابيزة الجوائز لا مساس بيها يعني البطل مسا بياخد 8 مليون يورو خلاص البطل هياخد 8 مليون يورو الوصيف هياخد مثلا 6 مليون خلاص هياخد 6 مليون دي ما فيش فيه أفساد بس جوائز دوري أبطال أوروبا القسم الرسمي لا يشكل أكتر من 10% من الجوائز الإجمالية 10% عارفت 90% على ايه على السبونسورشيب والجوائز ونقل التلفزيوني والجماهرية والشعبية فخلاص ريال مدريد كسب دوري أبطال أوروبا والسنة اللي بعدها برشلونة كسب فخدوا الرقم ده فبيحسبوا تعالي بقى ايوفنتوس طبقا لمعايير في منتهى الدقة طلع ايوفنتوس اللي خرج من دوره التمانية ده في الجوائز دي أكتر نادي خد فجوالك بقى كل دي ازاي ده طالع من دوره ما فيش ازاي الشعبية جابوا لهم الشعبية والجماهرية والنقل التلفزيوني بتاع قنوات الراي اونو بتاع ايطاليا وش عارف ايه وكم ماتش تنقل وعملوا ايه وجابوا منها عوائد ايه الله ما انت باسمك جبتلي العوائد دي ازاي انت عايز تقول مثلا ايه افرض دلوقتي مثلا مثلا يعني نادي افسي مصر خد الدوري معنى انه خد الدوري ان انت هتعمله من ناحية الجوائز اللي هي من الحقوق البس وكلام من ده بالاهل او الزمالك مستحيل مقاولين خد الدوري مقاولين خد الدوري ايه والمحل خد الدوري قبل كده المحل عنده جمهور والمدينة بس كلمة عن المقاولين ايه بالضبط بالضبط انما انما ايه دي ما فيهاش شمعنى بيش حاجة اسمها شمعنى يقولك ايه الراعي ده ربعمائة مليون طب انا عايز ااخد ربعمائة مليون هو عافية مش ربعمائة يعني يقولك اسوكلة الاهرام مش اسوكلة الاهرام ايه تمجات شركة سعودية تضعفت قيمة الاهل التسوقية انا انا مليش علاقة باهل انا عندي انا مش حكي خسر عشانك انا عندي قدامي عناصر الجماهيرية والشعبية والنقل التلفزيوني والحقوق ووا ووا انا ممكن تشيرت مثلا لو عملته لنادي مغمور يبيع عشر حتت ممكن اعمل تشيرت بتاع اهلي وازمالك يبيع خمسين مليون صح او لا مش صح ازاي تقيم ده بدا ازاي تقول ده زي ده نفس الكلام بالنسبة هنقله لنقطة اصغر شوي اللعيبة احنا لسه بنقول ايه عقد من الفئة الاولى يا فرحاتي ايه الفئة الاولى يعني ايه الفئة الاولى والفئة التانية يعني انت عايز تخلي كل دول حتة واحدة احنا لسه بنعامل ان ده فئة اولى كل دول ياخدوا زي بعض مين قال ان ان كده زي بعض مين قال ان في مهندس مثلا كمبيوتر بيعمل مشروع كبير الكتروني حيغير بيه وجهة حياة ياخد زي مثلا موظف نص عادته على القهوة مشاي بشغله مين قال ان الناس فهم العدالة الاجتماعية غلط العدالة الاجتماعية هو ان انا ادي فرصة لكل واحد بس في النهاية انت بتعمل ايه بتعمل كذا وكذا وكذا ده قمتك كشخص تستاهل عليها عشرة انت قمتك كشخص قاعدة على القهوة ومبتعملش حاجة نص وقتك يبقى انت تاخد واحد ده عشرة وده واحد هي دي العدالة الاجتماعية لانك انت جهدك بكذا وده وجهده بكذا كويس ان انت وصلت بيا للنقطة دي لانه اليومين اللي فاتوا اتطرح منطق متضارب ومتعارض شوية في جايزة زبست لما الاتحاد الدولي عايز يمنح الجايزة للأفضل عالميا في منطقيين فرضوا نفسيهم شوية ده صح وده صح فيما يخص التصويت المصري تحديدا مصر المفروض تده صوتها المين مصر سواء صوت المدارب او الكابتن كابتن المنتخب او الاعلام المعتمد الموضوع يتنظر له نظرتين ممكن تنظر له بنظرة موضوعية فنية امينة زي ما انت بتتكلم اللي هي المعايير المجردة حتى لو هدي واحد مش من بلدي مظبوط وهنحاز لهذا المعيار الموضوعي العلمي الدقيق المجرد وممكن ابو الصلو بنظرة عاطفية تنحاز لابن البلد المفروض نقف جنبه المفروض اديله حتى ماكسرش بخطره اسنده حتى لو مش هيكسب يبقى ماكسافش في بلده دي نظرة عاطفية مفهومة وليها اسبابها وليها منطقها المحترم جدا اختيار بالقلب وفيه اختيار بالعقل والموضوعية الاثنين موضوعين لو طرق الادور هو الصحف المعتمد وهكذا يجب ان يكون الحقيقة لانه الناس سألت مين هاني دانيال فتضح انه زميل صحفي اه عضو في نقابة الصحفيين لكنه مش عضو ربطة النقاد ولا يعمل في مطبوعة رياضية مصرية لكنه وصل بشكل او باخر لتسجيل عضويته مع الالتحاد الدولي وبقاله ثلاثة اربع سنين بيرسيلهم ومعتمد بهذا الشكل مداش محمد صلاح خالص او جاه رقم ثلاثة عنده كان نمر ثلاثة رقم ثلاثة عنده فالناس لامت هاني دانيال رقم انه انحاز للمقيس العلمية المجردة اللي انت بتتكلم عنه هو بص الموضوع اصلاه ايه معقد شوية بس انا هقولك برضو ايه النظرة هذه النظرة وبعدين بقى على قضيتك اللي انت طريحها اللي انت الحقيقة بنجاح بتاعة الاستمارها وبتاعة الصلاح دي اه شوف دائما وابدا في الاستفتئات المحترمة دائما بتوضع ضوابط يعني مش انا مثلا عشان بحب واحد يكون هو مصاب طول السنة ورح كاتبه لا ما ينفعش يعني يعني ما هم بانتقل اه انا ده كويس وابن بلدي ومش عارب ايه بس هو ملعبش خالص طول السنة دي انا مش بكلم عن اللعيب محدد مرة حصلت وقعة بسببها اه اه او حصلت في في سنوات ماضية انت كنت تعرف مثلا مندوب مصر الدمين ولا مندوب تونس الدمين الفيفا بقى فضحي قوي ايوة عارف ليه اه عشان بص انا بلزمك بالموضعية اسمك نازل هو اه بس الرجل بتاع السودان النهاردة طلع الكرواتي قال لك انا ديت ميسي او مديتش ميسي ولقيت صوتي لما اعلن راح لمسي اما هو فيه بقى اختراقات بتحصل بقى لا بس بص هقولك الحاجة برضو ايه فيه ناس بتلوش كده برضو ده سيستم انت بتقول الصوت ده اللي بييجي ده عارف ده بيتعامل ازاي خلي بالك مش بيتجمع نقط يعني برضو عشان في معادل قسمة قدام انا عشان لا ابرر ما فعله الاتحاد المصري سواء القديم او الجديد او اللي في الوسط هو ما بينهم هو ما بينهم هو ما بينهم طبعا عندنا اخطاء ادارية كتير ودي من ضمن اخطاء ادارية دايما احنا عندنا اخطاء ادارية في حاجات مستحيل دي وقت تلاقيها في العالم نفس هذه الاخطاء دي استمرت المدرب السوداني مدرب السودان اه اه فاللي بيحصل ايه ليه هما انت بتقول فضحي كده طب الاتحاد الافريقي بقى بيعلانها الوقت عشان تبقى انت صورتك قدام الناس هل انت جملت ولا انت خدت اختيار بموضوعية ولا لا انا مثلا ايه ممكن ما كان من تحت لتحت كده مرة الاتحاد الافريقي مشي الجهاز الاعلام اللي كان فيه فيكين فاكر فيكين جزماجين ايه فيكين دكتور فيك اه فيكين لما جيه مشي اللي جوم وراه ما حدش فهم حاجة الله بيعملوا الاستفتاء ازاي رح عاملين شوية ورقة كده وحطوه مع بعضه انا كنت حاضر عاملوا ف اما طلعوا الاستفتاء انا بقى لقطت الاستفتاء طب انت ازاي انت بتقول في استمرتين سين ده خد فيهم اول مرة وخد فيهم تاني مرة يعني ضمن اربعة وخمسة وهو في النتيجة النهائية واخد ست نقطة بس ازاي يعني هو مرتين بس جيه قدام عينينا ان ده يداله اول وده يداله تاني يعني تسعة وهو خد ست نقط يعني هو حتى لو لو فرض ان هو ما خدش غير دول يبقى عدد النقطة انت ذكرينه انه مش صحيح فالشخص اللي كان موجود ودون ذكر اسمه يعني قال لي ما هي بقى مشت كده بقى يعني مشت ايه هلا هلا كده بالزبط يعني فمن هنا احترام الاستفتاء هو اظهر نتيجته انا انا شفافية شفافية انا مع الشفافية دي تماما اه ان انا يعني ابو تريكا تظلم تظلم جدا 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 في 2006 وفي 2008 ايه وكان الظلم العنيف جدا في 2008 اكتر كمان ليه في 2006 سنة كاس عالم فممكن العيون على كاس العالم شوي وقلنا ماشي قلنا ماشي لكن 2008 اللي واخد الدوري والكاس والسوبر ودورة ابطالة افريقيا والسوبر الافريقي خمس بطولات واخده كله وهدف الدورة بطريقة وهدف دورة دورة ابطالة افريقيا بطريقة وهدف البطولات اللي اشترك فيها وجاب جل السوبر وكل البطولات نفس الكلام في 2006 كان هدف الدوري وافريقيا وكان هدف كاس العالم الانديا كمان طيب هل في منطق ان هو ما ياخدش الجايزة دي عشان انت عايز تديه الواحد اسمه محترف من بعدها عمله جايزة داخل ايه اقرأ خارجه فالدول امينويل اديبويور امينويل اديبويور ما نلعبش بتعريفة في السنة دي يعني هو كان لعيب كويس ماشي متفقين لكن السنة ديت يا جماعة السنة ديت فرح للتحاد الافريقي من السنة دي قالك لا بقى اهي واحد جوه واحد بر لا لا غير كده رأع عرضها بحيش بقى ايه وريني بقى مين اللي مدي امينويل اديبويور الناس بقى اللي هي ايه اذكر بس برضو مش هذكر لك بطل هذه الواقع كان مدير الفني بيشارك بالاستفتاء بتاع منتقى بمصر فكانوا احسن لعب في العالم احنا مكنش عندنا صلاح بقى ولا كنت حد داري بمين اللي احسن لعيبة في العالم فكان مين اللي مشهور رونالدينيو رونالدينيو في السنة دي صادف ان كلها مصاب وانت بتاخده بالاسم راح اللي مسؤول بتاع مصر ده راح كاتب رونالدينيو خلاص هو اللي عارفه ما هو ما يعرفش غيره فهو اللي عارفه راح كاتبه فطبعا انت ساعتها مكتش الأصوات بتكشف تخيل بقى لو انت الأصوات بتبان كده وشاف كده يا عم ده ملعبش بقاله 8 شهور بتديره أحسن لعب فين انما كان زمان الدنيا ايه صلاة باش وكل مستخب اه وكل مستخب لا خلاص هو ده فدي النقطة المهمة جدا نقطة بقى التانية قيمة الاستفتاء دائما من قيمة الشريحة اللي بتختار طبعا واختلفت الناس كتير اول قالك اختار المدرب يا جماعة ما هو مدرب سنغافورة مثلا ممكن ما يعرفش ما بيتبعش مثلا ان عارف في الارجنتين ايه وفي انجلترا ايه وفي اسبانيا ايه وفي جنوب افريقيا ايه وفي اليابان ايه ما بيتبعش ده مدرب كده يعني على قد ازاي نخلي شريحة المدربين كان زمان المدربين بس بس حتى كبات انفرق لا فكان موضوع مش عادل جابوا المدربين واللعبين طب ما برضو ممكن الكابتن ده ما هو كابتن مثلا كابتن زنزبار ما يعرفش مين ده ولا مين مش متابع يا سيدي ما عندهمش لسه نقلة او فاسيلة بتاعت لكنه انت بتتكلم على دولة عودوا في الفيفا بالزبط فليه الحق اه اه بالزبط انا فاهم بس ايه ليه هقولك اسألك سؤال ليه استفتاء فرنس فوتبول فضل صامد طول السنين دي وبهذا النجاح عارف ليه لانه ما قالك ايه لا ده ممكن مدرب ما يكونش عارف كل الناس قوي لعيب ما يكونش عارف كل الناس قوي انا جيب واحد متخصص صحفين المتخصصين متخصص جدا وبعدين ايه ما بيفوتش ماتش يعني ايه الرجل ده بتفرج على كله وشايف وعارف ان ده لعب قد ايه وعنده كمان الجانب الاحصائي انه يقدر يعرف ان ده عمل ايه مع النادي ومع المنتخب لان دايما بيقيم المنتخب اولا سببا لعب مع المنتخب اولا سببا مع النادي دوليا يعني زي مثلا لو قيمنا لعب اهلي او زمالك نقيمه الاول مع المنتخب مع الاهلي او زمالك في بوطاطر الافريقية وبعدين محلي تالت حاجة محلي مش اول حاجة رأيي لحد كبير دقيق اه فمعروف الاراء فيجي يختاروهم فلاقوا ان الشريحة دي هي فعلا بتطلع لك نتيجة الاستفتاء في جزء كبير اوي اوي من العدالة اكتر من اي شريح تاني اه طب عشان كده استفتاء ده فضل سنين طويلة معروف الكرة الزهبية تسبع البلوندور تسبع الكرة الزهبية تسبع الاستفتاء فرنسا في البول رغم تعدد الاستفتاءات لكن من انجح الاستفتاءات ليه عشان الشريحة دي فارجع بقى الاستفتاءات الدولي برضو انت حطيت اربع عناصر المدرب المدير الفني يعني وكابتل الفريق والصحف اللي هو المعتمد اللي هو ممكن يكون ما الله أعلم ايوة والرابع الجمهور حتى برضو ومش اي جمهور وخده لك الجمهور اللي هو وكيم مسجل نفسه ايوة اللي هو على البلاتفورم نفسه اه على البلاتفورم بيخش بالظبط ويحط التصويت بتاعه فبرضو برضو انت ايه حتة الجمهور ما انت مش ضامن انه كله على نفس درجة من الثقافة انه يخش ويعمل كذا ويعمل كذا جمهور الدول اللي ما عنداش انترنت مثلا ما هو مش هيخش الجمهور الشخص اللي هو العادي اللي هو ما عندهش ثقافة بكميتر قوي باشن يخش يعرف البلاتفورم دا ويخش فكانت النتيجة انه محمد صلاح ضعت عليه فرصة مصر لانه مصر الحج سروا تسويلم راح يحج ساب الدكتور علاء عبد العزيز مدير تنفيذي يصوت الاستمارة في فترة فراغ اداري ضع صوت مصر على محمد صلاح زعل محمد صلاح لكن النهاردة الاستاذ عمر الجنيني قال انه هو كلمه طيب بخطر وشرح له اللي حصل وانه كان خطأ اداري غير مقصود نتيجة هذه الفوضى الادارية للأسف دكتور كنت سعيد جدا بيك واستمتعتنا انا اسعد والله وربنا يوفى ان ان شاء الله في دايما في مصر اننا نوصل بالمستوى الاحترافي العالمي ونفسي اشوف برضو الانديا المصرية تعود تاني الى الساحة الافريقية بزاة دور الابطال غاب قوي صاحب الافرنة تلتجه بس ان شاء الله بإذن الله دمتم للأهل دائما ودام لكم الاهل ان شاء الله بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي في الحديثة عشر مسائل اثنين القادم ان شاء الله تسوء على خير اشتركوا في القناة